اهلا بكل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم الاهلي خطة احمر اهلا بك فارس اهلا بك يا وسامة واطلالة جديدة للاهلي خطة احمر بالتأكيد النهاردة كان في الشهر النهاردة كان في الشهر اللي اختبروا اللي 8 يناير 8 يناير سنة 1937 كان النادي الاهلي بيحقق الفوز بخماسية على الزمالك في دور القاهرة 5-1 فر أربعة مش فر اتنين كانت مباراة في 37 دور القاهرة كان فيه 3 خماسيات واربعة موجودين في الخطرة دي كان نستعرض نوم قبل كده طبعا وشيء غني جدا ان يكون في تاريخك 3 خماسيات كنا بنتكلم في تقريبا سنة وشهرين الثلاثة خماسيات موجودين فيهم بالضبط تاريخ النادي الاهلي يا جماعة حافل تاريخ النادي الاهلي تفخر به تاريخ النادي الاهلي كالعادة بيديك القدرة ان انت دايما تبقى الأول ومن 1907 فارس وانشاء النادي الاهلي وحتى هذه اللحظة بس غدا 9 يناير ان شاء الله النادي بيكرم بجائزة أفضل مؤسسة عربية في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم الكابتن محمود الخطيب سافر الامارات عشان يستلمها غدا ان شاء الله بالتأكيد هنتابعكم بكل الأخبار وهنكون معاكم في الحدث كالعادة ولكن طبعا النهاردة يوم السبت عودة بيتسو مسماني وعودة الفريق للتدريبات وطبعا كان فيه بعض اللاعبين عندهم بعض عراض البرد فالنادي او الجهاز الطبي اعصر السلامة وقال ان هم يعملوا مسحة من خارج النادي ودي صورة من تدريبات اليوم طبعا استعداد كامل لكأس الرابطة وان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي ويحاق الاهداف المرجوة في كأس الرابطة بالتأكيد جمهيري النادي الاهلي دايما بتسعى للحصول على اي بطولة ولكن بالتأكيد عندنا برضو هدف كبير جدا من كأس الرابطة في غياب الدوليين هو أفارس التعامل مع الاستعداد لكأس العالم الاندية وشهر فبراير الصعب جدا بس انت لازم تتعامل في الفترة اللي جاية على اعتبار ان قد يكون واقع انك ممكن لا تلحق بعض اللاعبينك بكأس الرابطة لان ده شيء غير محسوم الى الان ولكن انت بتتعامل دايما في ظل معطياتك في ظل معطياتك يبقى انت محتاج تاخد كأس الرابطة ان انت تجهز اكبر عدد او اكبر قدر من اللاعبين اللي قدامنا على الشاشة دول اكيد بيتسو مسماني خد فقرة كده عمل فيها ريكافري حتى نفسي لي بالخروج من الضغوط وكل الكلام ده ورجع زي ما احنا شايفين محمد محمود عمار حمدي حتى الشنائل اللي قدامي دول اتمنى يكون في كأس الرابطة ليه دور محمد هاني كريم فؤاد كل اللاعبين اللي موجودين كهرباء اعتقد مش حيكون موجود في كأس الرابطة محمد مجد أفشة اكيد أفشة ولكن أفشة تمنى بقى يعني ناخد بالنا منه في الفترة الجاية استراحة محارب بالزبط كده وكمان في كأس الرابطة يعني تكون عندك هدف أول ان انت ما تخسروش لأي سبب في المباراة المهمة جدا بتاعت كاس العامل عندي انا ثقتي في أفشة كبيرة جدا وفي عقلية أفشة كبيرة جدا تحطي تحت اختبار قبل كده انا دايما بقراره اختبار غيابه عن مباراة الترجي في الدور قبل النهائي ولكن كان بيتم تأهيله وبيتعالج بشكل صواحا ومساء انه كان عنده إصرار يلحق بالمباراة وبالفعل قدر يلحق بالمباراة توقع ان هو في هذه الحالة هيعود الى سابق مستوية مرة اخرى وان كان يعني بعد عن مستوية فترة بسيطة فده كان بسبب الاجهاد يمكن استعرضنا ان محمد مجدي أفشة شارك 57 مباراة من اصل 60 مباراة شارك فيها النادي آل في سنة 2021 بالتأكيد رقم كبير جدا غير مشاركاته مع منتخب مصر وبالتالي كمان هو الاكثر مساهمة في الاهداف مع منتخب مصر خلال عام 2021 بالتساوي مع محمد شريف فكل التوفيق للنادي الآلي ولعبي النادي الآلي ولازم يكون في حذر شديد حذر شديد لانه واضح جدا ان المتحور بينتشر بشكل سريع جدا يمكن اعراضه اقل بشكل كبير ولكن مش عاوزين نفقد اي لعب اي مباراة مهمة وعندنا شهر فبراير شهر مهم جدا وكذلك منتخب مصر اللي بالتأكيد هنتكلم عنه ولكن بالتأكيد هيكون عندنا اطلالة مع الفوزة فارس بالجائزة المؤسسة العربية جائزة مهمة دي الدورة الحداشر جائزة محمد بن راشد المكتوم يتوجد النادي الآهلي كمصر دي وكمان بنبارك طبعا للدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد دولي الكرة اليد كفوزة بافضل مؤسسة ايضا عالمية وده شيء بيشرفنا جدا ابناء النادي الآهلي والنادي الآهلي دائما ما يكونوا يعني على منصات التتويج ومنصات التكريم لأن التاريخ بيقول كده تاريخ النادي الآهلي ونظام النادي الآهلي اللي بيستمر من إدارة لإدارة ومن فرد لفرد وكل مفرد بيتشرب سياسة النادي الآهلي في الرياضة المصرية بالتالي بيخطو خطوات نحو العالمية بالتأكيد ألف مبروك للدكتور حسن مصطفى وطبعا للنادي الآهلي وجمهير النادي الآهلي بيجايزة دي حكيد كل جمهور النادي الآهلي دايما سعيد جمهور النادي الآهلي أنا بكون سعيد بفكرة اقتران اسمه بفكرة جايزة الإبداع لأن النادي الآهلي فعلا مبدع النادي الآهلي مبدع النادي الآهلي خلاق النادي الآهلي دايما عنده مساحة استثنائية بتشوفه هو اللي بيقود هو اللي دايما بيديك الأفكار في الكرة المصرية دايما النادي الآهلي رائد في مجالات كتيرة جدا في الرياضة يمكن المرة دي شركات الآهلي جزء كبير جدا من النجاح ده شركات النادي الأقلي خطوة كبيرة خطوة مؤسسية خطوة غير مسبوقة النادي الأقلي يا جماعة يمكن أسامة بالمصادفة كان بقول كابتن حسن حمدي كان حلمه في شركة الكورة أيضا من سنوات أنا أفتكر كابتن حسن حمدي كان يكلم البعض عن فكرة شركة الكورة وقت ما كان فيه فوبيا من مصطلح فكرة شركات كورة القدم ولكن دايما الأقلي كان سابق بخطوة جاء كابتن محمود الخطيب بيكمل الدرب ده بيكمل الطريق بمجموعة من الأفكار مجموعة من الحاجات مش طفرة إنشائية بس أنت بتتكلم في طفرة اقتصادية أنا بشوف النادي الأهلي بيسعى نحو فكرة المنظومة الاقتصادية المتكاملة ده اللي أنا شايف أن النادي الأهلي بيسعى لي وعشان كده الكابتن محمود الخطيب متواجد حاليا ودي طبعا لقطات من استقبال الكابتن محمود الخطيب أو انتظار الكابتن محمود الخطيب للحفل غدل إن شاء الله وطبعا يعني أستاذ عقوب السعدي راجل إماراتي محبب جدا لقلوب جماهير النادي الأهلي وتقريبا أهلاوي بدرجة كبيرة جدا وكأنه أيضا تشرب النادي الأهلي عجبني جدا لقاءه اللي تم عرضه في قناة النادي الأهلي قبل البرنامج وتكلم عن فكرة قد إيه مبادئ النادي الأهلي وقد إيه إن هي مش مبادئ مجرد بتتقال كلام فقط لغير لا ده بتطبق على أرض الواقع وقد إيه إن جماهير النادي الأهلي أو جمهور النادي الأهلي جمهور عظيم وعجبنا جدا حتى يعني وصدق مصدفة إنه قال إن دايما بيقولوا الأهلي خط أحمر وفعلا الأهلي خط أحمر فشيء طبعا يعني يدعو للفخر من قبل جماهير النادي الأهلي يا فارس أنا بكون سعيد بحاجة أوسامة إن يعقوب السعدي تحديدا أنا بحب كل من يتحدث عن نادي الأهلي بصدق وكل من يتحدث عنه بجزء فيه شغف كده وفيه حالة عشق هي فعلا بتبان حقيقية في كلامه فهو من ناس اللي أنا بكون بستمتع بحدثهم عن النادي الأهلي بالتأكيد طبعا نعود لتدريبات النادي الأهلي نارضة التدريبات تمت على 45 دقيقة كانت تأسيمة كده اتلعبت إن شاء الله الفريق يكون جاهز بشكل كبير جدا لبطولة كأس الرابطة وكمان عايزين يعني نشكر الاتحاد القطري للكرة القدم يعني النادي الأهلي تقدم بشكر الاتحاد القطري للكرة القدم لأنه تكفل ورفض تلقي أي نفقات لعلاج لعبنا طبعا محمود متولي اللي طبعا كان المفترض يعني يتم علاجه ويعود ولكن النادي الأهلي أو الجهاز الطبي النادي الأهلي بفضل إنه يتواجد لأسبوعين آخرين ليتم التأكد تماما من سلامة محمود متولي سلامات لحمود متولي وكل الشكر للاتحاد القطري للكرة القدم يعني شيء بالتأكيد في الأرض المشتركة دائما والأرض العربية بتأكيد شيء يعني ما عتدين عليه أنا بشوف إن كمان جزء كبير جدا من التطور اللي حاصل هي وجود النادي الأهلي في دوائر مع مختلف فعلا البلدان العربية وهذا التواصل اللي حاصل النسيج العربي النادي الأهلي جزء كبير منه بتشوف في الإمارات بتشوف في قطر تشوف حتى كنا بنعرض لكم في حلقة كلام الأشقاء في تونس الأشقاء في السودان عن النادي الأهلي فكرة إن اكترى النادي الأهلي بهذه المنزلة وهذه المكانة التي يستحقها فعلا النادي الأهلي بنجونسوا عداء بده هي مبادرة النادي الأهلي يا جماعة بيقف عند الحاجات دي أكبر بكتير كمان من فكرة تفاصيلها المالية كمان تفاصيلها على الأدبية بتعني الأهلي الكثير فكرة إن انت تقدر النادي الأهلي أدبيا وتحب تقدم ليه يد العون النادي الأهلي بالنسبة له ده بيكون شيء مهم جدا 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 واللافتات دي النادي الأهلي دايما بيعظمها ويعلم إن شأنها بالتأكيد وبيثمنها وأعتقد كمان النادي الأهلي أرسل خطاب للاتحاد المصري لكرة القدم بيهنقوا طبعا على يعني إنه خلاص هيبه فيه دورة جديدة وبيتمنى أن يكون موفق فيه إدارة كرة القدم المصرية حتى أولمبياد 2024 كل التوفيق طبعا للاتحاد المصري لكرة القدم وأنا تمنى أن نجد خطوات لإصلاح منظومة كرة القدم وتطور كرة القدم مع الاتحاد القدم ومع ربطة الأندية وربطة الأندية عندنا كأس الربطة بالتأكيد هيكون تحضير بشكل كبير جدا ولكن أنا هنا عايز أتناقش أنا وزميلي فارس معكم شوي معنا محمد توفيق من الإمارات مرسلنا هناك نطلع نشوف محمد ويحطنا في آخر الأخبار وجائزة محمد بن راشد المكتوم محمد أهلا بيك محمد أهلا بيكم مساء الخير عليكم على كل مشاهدي ومتابعة قناة النادي الأهلي في كل مكان بالفعل أنا معكم من هنا من دبي وبالتحديد من فندق الإقامة اللي بيكون فيه جميع المكرمين طبعا إجراءات احترازية بشكل كبير جدا يمكن تم إجراء تحليل أو مسحة بي سي آر النهاردة لكل المكرمين قبل ما يخشوا طبعا الحفلة بكرة إن شاء الله هتكون فيه تمام الحديثة عشر صباحا في إكسوب ودبي ألفين عشرين عشرين يمكن إجراءات احترازية كبيرة جدا إجراءات أمنية على أعلى مستوى نظرا لقيمة الجائزة فالجائزة تعد هي الأكبر من نوعها في العالم من حيث قمتها وكمان فئاتها المتعددة بالطبع النادي الأهلي كبير القارة وكبير العرب يكرم كأفضل مؤسسة رياضية عربية طبعا التكريم مش على مكاسب رياضية فقط ولكن على مكاسب كمان اقتصادية طبعا زي ما ذكر في أسباب منح الجائزة لنادي الأهلي من مجلس دبي الرياضي إن تجربة النادي الأهلي أو مبادرة النادي الأهلي في التمويل الذاتي عن المجموعة الاقتصادية للنادي هي مبادرة تستشرق المستقبل ويجب الاحتزاء بها من المؤسسات الرياضية الأخرى خاصة في ظل التعامل مع فيروس كورونا في الفترة الأخيرة طبعا زي ما شفنا نادي الأهلي لم يقلل العمالة التزم بكافة عقوده الموقعة مع جميع الشركاء وجميع اللي عاملين بالنادي كمان بالإضافة لتنمية في فروع النادي المختلفة بالإضافة إلى افتتاح فرع جديد في اللقصر وكمان إن شاء الله في القريب العاجل في التجمع الخامس كل ده لما تكلمنا عن القامل عن الجائزة أنه ده كله كان مقنم في ملف النادي الأهلي بالمناسبة عايز أقول أن نفس الملف لتقدم بين النادي الأهلي عن نفس فئة الجائزة وهي المؤسسة العربية الأفضل كان فيها 54 ملف قدموا لللجنة العليا هنا للملفات اللي بتستلم من المؤسسات المختلفة والنادي الأهلي يعني زي منه استطاع التفوق على 53 مؤسسة أخرى كانت متقدمة لنفس الجائزة الجائزة مش بس بتكرم النادي الأهلي لا كمان فيه 28 مكرم بالفعل خلال إن شاء الله حفل اللي هيقام غدا طبعا منهم شخصيات قيادية وشخصيات مؤسرة وصنع قرار كمان يعني الجائزة في نسختها الحداشر يمكن دين نسخة الحداشر من الجائزة الجائزة بتدت منذ عام 2009 وإلى الآن يعني النسخة الحداشر من الجائزة التمايز أن فيه تكريم للأبطال الأولمبيين والبرالمبيين العرب اللي حصلوا على المدليات في الفترة أخيرة وطبعا على رأسهم بطلتنا في رياضة الكاراتي في ريال أشرف اللي بتكرم ضمن فئة أفضل رياضي عربي وكمان بطلتنا السابقة في الخماس الحديث آية ميدة يمكن بتكرم كأفضل إدارة عربي طبعا بعد انضمامها ورئاستها للجنة الشؤون العامين بالاتحاد الدولي للخماس الحديث وطبعا عضويتها في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي كمان دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي وكورة اليد بينوب مننا التكريم جانب خاصة أنه هو يعني إقامة البطولة اللي كانت برضو على أرض مصر كأس العالم 20-21 في كورة اليد واللي كان نظامها يعني زي ما بقول رائد في تنظيم أول بطولة بنظاما في القاعة الطبية خاصة أن البطولة كانت بتقوم لأول مرة في التاريخ بمشاركة 32 فهي ممكن كان لها حديث مطول مع كابتن حسن مصطفى قبل التسجيل معاه وكلمنا بشكل ودي قال لي كان نفسي الجائزة دي اللي تحصل عليها الحكومة المصرية خاصة أن الحكومة المصرية اللي بذلت مجهود كبير جدا في التنظيم مش بس الاتحاد الدولي قال لي لو كان حد أحق بأخذ هذه الجائزة يبقى بالطبع هو الحكومة المصرية اللي بوجه لها كل الشكر وكل الدعم للقيادة السياسية اللي وجهته لنا خلال البطولة يعني ممكن هنا أجواء أكثر من رائع السجبال أكثر من رائع لكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والوافد الرسمي الموجود معاه هنا في مقر الإقامة طبعا النادي الأهلي بكمتور كبيرة طبعا ما فيش حديث بيشغل الشارع هنا في الإمارات سواء في إمارة الدباء اللي احنا موجودين فيها أو كمان فبوظابي اللي هتستقبل فريق النادي الأهلي كمان يعني زي بنا نقول أقل من شهر عشان كاس العالم لأنديها حالة رواق كبيرة جدا عاملها النادي الأهلي دي ممكن اتكلمت معا أكثر من حد من مجلس أماناء الجائزة فبتكلمهم يعني الأهلي دائم الظهور على يعني منصات التتويج بجائزة الشيخ محمد بنراشد قال مكتوم قالوا لو ما كانش النادي الأهلي هيتكرم بنفس كده يعني الجملة لو ما كانش النادي الأهلي اللي هيتكرم على منصات التدويج هنا مين ممكن يتكرم تاني مين عن دعب نتكلم أكتر عن الجائزة وبنضم لي النقل الصحفي بالأهرام أستاذ محمد القوصي أستاذ محمد يعني تحياتي لك حضرتك يمكن موجود هنا بقالك بضع أيام يعني كلمني عن السادات الأجواء والتكريم اللي بحظة بين النادي الأهلي والتقدير اللي بحظة به هنا في دبي أهلا بك أستاذ فيه تحياتي لك وتحياتي لكل ومشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان الحقيقة عايزة أبدأ من الأجواء اللي موجودة هنا في دبي والإجراءات الاحترازية ممكن إحنا أنا بقالي ثلاثة أيام طالع من القائرة كل يوم مسحة كل يوم بي سي آر وده إجراءات احترازية مشددة قبل ما تركب الطهرة في مصر عملنا بي سي آر دخلنا بيه المطار وأول ما نزلنا مطار دبي مسحة وده بيحصل مع الناس كلها أول ما تنزل المطار برضو مسحة بي سي آر وعندنا الحفلة بكرة إن شاء الله الأحد برضو بي سي آر لكل واحد حيدخل من باب الحفلة ففيه يعني تشديد شديد جدا علشان يحمي كل الموجودين وأي حد بتظهر عنده عينة إيجابية على طول بيتم عزله وتم يبعده ويبدأ في التلقي العلاج الحقيقة جايزة سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي واحدة من أهم الجوائز العالمية في مجالها بل هي تعتبر الأولى في هذا المجال جايزة أولا أدبية كبيرة جدا معنوية جامدة جدا ماديا كبيرة لها رقم مال كبير جدا يتخطع السبعة ملايين درم ودرقم كبير جدا على مستوى الجواز على مستوى العالم جائزة لا تقتصر على الإبداع المحلي في الإمارات ولا على الإبداع العربي بل تتصل إلى الإبداع العالمي هي جائزة بيانالها المبدعون كأفراد وكجماعات وكمؤسسات الحمد لله نادي أهلي حصل عليها كفريق في 2013 ودي ما حصلتش خالة لأول مرة في التاريخ إنه نادي واحد عربي يحصل على الجائزة برتين نادي أهلي حصل عليها في 2013 عن إبداعه في 2012 لو نفتكر لما خد دور الأبطال في 2012 كان الدور بعد الحادثة اللي حصلت في بورسعيد وراحدة 72 من شهدات جميلة الأهلي وما كانش الدور متوقف ونجح النادي الأهلي ياخد بطولة الدورة بأداء رائع ويمكن شوفنا الفاينال بالأهلي والترجي كان أداء الأهلي قدقية جميل ومبدع الحقيقة الأهلي عدد ملف في السنة دي وقدر يحصل على الجائزة في 2021 أهلي قدم ملف عن حكاية التمويل الذاتي في الكورونا كل المؤسسات العالمية والاقتصادية الرياضية وغير الرياضية تأثرت بشكل كبير جدا النادي الأهلي بدأ يفكر خارجي السندوق بدأ يعمل فكرة إبداعية وهي التمويل الذاتي يستطيع بي أن يقي نفسه من العواصف كورونا وأزمات كورونا التي ضربت كل اقتصادات العالمية وضربت كل الأندية شوفنا برشلونة خفت راتب اللعيبة وشوفنا ريال مادريد وبرسان جيرمين والليوفي مش عددوا في الدورة الإنجليزة حاجات كتير جدا خفتنا رهدهم النادي الأهلي لم نسمع في هذا الكلام وده مش جرد كلام يا جماعة ده واقع موجود على الأرض حصل بالفعل عشان كده الأهلي قدم ملف مبادرة التمويل الذاتي ضمن المجموعة الاقتصادية اللي نجح بها الأهلي في تجاوز هذه الأزمة بشكل كبير جدا وإدر يتخطى الأزمة الحياة بشكل رائع وعشان كده نال جايزة سمو الشيخ محمد بن راشد الإبداع الرياضي لأنه أفدع في هذا المجال وحقق طفرة كبيرة جدا وإدر خلال هذا المنف يحقق أيضا بطولات كبيرة جدا خد بطولات محلية كبيرة خد دور الأبطال مرتين خد سوبر أفريقا مرتين خد بروزيت العالم كاس العالم عنديع الحياة تحية وتقدير كبير للنادي الأهلي في هذا المجال سيد محمد بنشكرك نالك دوم التوفيق وإن شاء الله دايما النادي الأهلي يبقى بطل ويبقى مكرم في كل الاحتفالات بإذن الله زملاء العزاء في الستوديو ممكن ده كانت أجواء نهينا من داخل فندق القامة وكمان اللقاءنا مع سيد محمد القوسي متواصل معاكم في مزيد من اللقاءات إن شاء الله كلمة ليكم تفضل بنشكرك زميلنا محمد توفيق تقرير وافي شافي ورسالة مباشرة سمعنا فيها كل حاجة تهمنا وزي ما أجمالنا قبل ما نطلع ونسمع معاكم على الأقل لأقرانه داخل إفريقيا ويمكن كمان الموضوع تخطى أسوار إفريقيا لكن عندنا خبر أيضا أن من الحرص على بعض اللاعبين تم منحهم راحة ويعملوا المسحة خارج النادي لأن فيه اشتباه في بعض عراض البرد فكانوا دول ما كانوش موجودين في التدريبات النهاردة ده كان شيء مهم جدا معانا وبرضو بمناسبة ما احنا كنا معاكم في الإمارات وفي نفس التراك اللي كنا فيه معانا رسالة مهمة جدا من حد محبب إلى قلوب كل الأهلوية وهو دكتور حاسم مصطفى نسمع لا ده حاجة كويس طبعا بالنسبة للتكريم النادي الأهلي طبعا ده تكريم في محله لأن النادي الأهلي عامل ريكورد على مستوى عالي جدا بالنسبة للنتائج وبنسبة للسركيات بتاع اللاعبين والإداريين والمدربين وهو والآخر فطبعا ده حاجة تساعدنا جميعا لأن احنا ده اللي احنا مفتقدينه نيبقى فيه ديسبلين وفيه نظام الرياضة هي أساسها النظام زي ما كانتش فيه يعني النظام بيجيب نتائج النتائج ما تجيبش سلوكيات وبتاعه كده كلما أنت كان عندك ديسبلين ويكون عندك نظام وعندك أسس ولوايح ماشي عليها هي دي اللي هتعمل لك النتائج وأخذ بالحركة إزاي فطبعا لأنا عايز أقوله أن أنا طبعا كابن من أبناء ناد الأهلي أنا سعيد جدا بهذا التكريم بدنا تكريم محايد مغدا النظر وأنا في يعني عشان ساتك تكون في الصورة أنا في الموضوعات الخاصة يعني برضو الاتحاد دولي بيتكرم هنا أنا ما كانتش هنا يصوت وأنا قلت لهم أن أنا مش عازب عليها صوت ولا هنا ولا هنا ومن هذا الممطلق أن أنا أساسا بحب أن أنا أقول أن ناد الأهلي دي مؤسسة عريقة وأنا بحب أن أنا هنق جماهير ناد الأهلي العريقة وبهنق المجلس دارة ناد الأهلي وبهنق كل اللاعبين اللي هم المدرب اللي عملوا هذه النتائج وطبعا دي حاجة كويسة جدا تساعدنا إن شاء الله كده يعني للأمام ويكون اللي جاي أحسن من اللي فان لا هو طبعا اللي أنا عايز أقوله أن يعني إذا كانت الاتحاد الدولي النهاردة بيتكرم والناس بتكسل عالم اللي كانت في مصر في يناير 21 فأنا بقولي اللي استحقت هذا التكريم هو الحكومة المصرية والدولة المصرية سواء بداية من السادة الرئيس عفتاح السيسي أو الدكتور مصطفى المدبولي أو السادة الوزراء اللي كانوا موجودين معنا في هذه المنظومة لأن الاتحاد الدولي كونت الياد أو بطولة العالم اللي كانت في مصر فتحت الباب لكل الاتحادات الدولية علاوة على اللاجل المبات الدولية لتوكيو 2020 وتمعا كل الاتحادات الدولية كانت قفلة كان فيه خوف من الكوفيد وكده فالحمد لله عدت على خير وكانت من أنجح البطولات بالنسبة لنا وفي نفس الوقت البروكوشن أو الإجراءات الاحترازية اللي تمت في هذه البطولة الإجراءات الاحترازية اللي تمت في هذه البطولة التعممت على كل الاتحادات الدولية وعلى الدورة الأولمبية اللي كانت في توكيو والحمد لله يعني نجحنا في هذا الموضوع طبعا ده يعني اللي أنا عايز أقوله ده ريكورد وحاجة جميلة جداً من نسبانها يعني زيان أنا بقول إن الناد الأهلي هو مؤسسة كبيرة وبتتعاقب يعني بغد نظر عن المين اللي موجود النهارده وبكرة يميش مين وده جاي مين ففيه سيستم معمول في الناد الأهلي ماشي بدفع هزي السيستم وريت إن إحنا تبقى الرياضة المصرية كلها يعني زي ما اللي موجود في الناد الأهلي لكن أنا برضو أحب إن أنا هنق كابتل محمود الخطيب وهنق ماجز دارة الناد الأهلي على المجودات الكبيرة اللي بيقوموا بيها في التطوير اللي بيتم في الناد الأهلي سواء على مستوى المنشآت أو مستوى الفرق ومستوى النتائج المعمولة بالنسبة للناد الأهلي سواء على مستوى مصري أو على مستوى الأفريقية أو على مستوى العالم بنفسه ونتمنى كل توفيق للناد الأهلي إن شاء الله في البطولة القادمة لأنه هو هنا في البطولة العالم اللي هتبقى فابوظابي إن شاء الله بعد عدة أيام هيبقى تكريم لمصر وتكريم للجمهور مصري والحكومة المصرية والدولة المصرية رسالة مهمة جداً من دكتور حسن مصطفى اللي كلمنا عن مؤسسية الناد الأهلي وكمان كان رسالة مهمة وهو بيقول كاس العالم اللي اتنظم في كرة اليد وإزاي الحكومة المصرية فعلاً قرص التجربة الجميع كان يقدر يتعلم منها ولما بنشوف تجربة كتير أخرى بنقول قد إيه مصر عظيمة نشوفكم بعد الفاصل والأهلي خطة أحمر أهلاً بحراتكم من جديد وباقي فقرات الأهلي خطة أحمر فقرتنا دي مهمة جداً إن شاء الله بنتكلم فيها عن قرعة دوري أبطال أفريقيا أي قرعة بتتعامل عادي جداً أول تاني تالت رابع أنت في مجموعة إيه؟ عادةً بنتكلم المجموعة صعبة المجموعة سهلة مصرنا إيه؟ المفرات الأولى إيه؟ هنقدر نسعد فرصنا قد إيه؟ ولكن البعض ممكن ياخدنا لسكة إحنا مش عايزين نروحها تماماً هنا في قناة الناد الأهلي دائماً وأبداً هتلاقوا ببرنامج الأهلي خطة أحمر وكل برامج القناة بتتكلم دايماً عن فكرة الأرض المشترقة في الرياضة المصرية والرياضة العربية دائماً وأبداً كنا بنتكلم عن البطولة العربية إن دايماً بتخلق جو من المحبة بين الشعوب العربية ونجحت البطولة العربية نجاح كبير جداً وشوفنا الروح الراضية اللي كانت موجودة في البطولة العربية اتكلمنا حتى لما كنا بننتقد أحد النقاد الرياضيين في تونس جبنا نمازج من تونس وقلنا قادي نمازج من تونس بتقدر كرة القدم المصرية وبتقدر كرة القدم أو الناد الأهلي بشكل خاص النهاردة حديث بعد وقوع الناد الأهلي في مجموعة الهلال والمريخ السوداني الشقيق والروابط اللي بيننا وبين دولة السودان البعض فكر في فكرة القرعة وبيت سمس ماني واختيار بيت سمس ماني ومنهم نائب رئيس نادي المريخ السوداني نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقب هو ما دعم عنده فريق مشارك من مفترض هل يصحب الجرعة يكون شخص محايد طيب هو يعني يتلو سؤال آخر هل هو له دور في الأرعة نفسها كأرعة والله ده سؤال أنا إجابته عندي لكن ما عزيزة لا ده أنا أحب أسمع الإجاب هو طبعاً البرعة دي فيها ثلاثة أشياء ممكن فيه إذا أنا عايز مجموعة بخط الأربعة كور في منطقة متلجة تلاجة أو في منطقة إيه؟ في منطقة إيه؟ في منطقة مثلاً آه كور ساعة أو كور سخنة وحاجات كذلك نعم أنت مش حصبه كلاً أنت أستاذ أنت أستاذ بس دي صعبة جداً ما بش حاجة صعبة ما دام شخص أتصال التحاد الإفريقي اللي بيعمل دام شهو خلي بالك أنا عارف آه التحاد الإفريقي عمره ما جاب شخص ساحب جرعة وهو مدرب لأحد الأندي المشاركة في نفط الجرعة آه آه الأستاذ عادل أبو جريشا نائب رئيس المريخ السوداني وكان هو عبر عن انتماءه لأحد الأندية المصرية بخلاف الناد الأهلي بيتكلم عن فكرة أن ربما تكون القرى فريزر اللي هي القرى الساعة طبعاً باللهجة السودانية للشقيقة بالتأكيد يعني أو لازم نوضح له أن الناد الأهلي ووجود بيت سمسيماني اللي كان إعلان الاتحاد الأفريقي من قبلها بيومين ثلاثة عن موعد ساحبه القرعة بالتأكيد كان واضح لكل الأندية لكن أنا متقبلة جداً من نادي منافس لنا في المجموعة على عكس المرة الفاتت أو الحلقات السابقة ما كنتش متقبلة من بعض الإعلامين المنتمين الأندية مش موجودة في المجموعة لكن خلينا نوضح له بهدوء شديد جداً لو بيت سمسيماني متواجد وهيختار القرى الساعة بالتأكيد ما كانش هيختار معاه في المجموعة نادي الهلال ونادي المريخ السوداني وصندونز كمان بس أنا أتكلم عشان هو المريخ السوداني لأن أكيد أكيد المباراة بين الآلي والمريخ السوداني وتحديداً يعني في البطولات الأفريقية بتحمل الكثير من ندية وبيكون كلها ندية وهنستعرض النتائج لكن حابة أوضح للأستاذ عادلة أبو جريشة نقطة مهمة جداً أن بيت سمسيماني لما اختار النادي الآلي اختار معاه أفضل نادي في كل تصنيف يعني نادي المريخ السوداني أفضل تصنيف في المركز الرابع أو في التصنيف الرابع أفضل نادي في التصنيف الرابع حصل على 15 نقطة آخر خمس سنوات مشاركات في البطولات الأفريقية التصنيف ده بتعمل إزاي؟ آخر خمس مشاركات بتيجي لو أنت بطل بتاخد خمس نقاط لو التاني بتاخد أربع نقاط وهكذا بالتدريج ولو أنت واخدها السنة اللي فاتت بتضرب في خمسة لو واخدها أول سنة بتضرب في واحد طريقة كده في الحسابات بتوصلنا لللي احنا شايفينه دلوقتي على الشاشة وهو أن النادي لأهلي أفضل فريق في التصنيف الأول التصنيف الثاني ما بين نادي الزمالك ومامولد سانداونز نادي الزمالك 47 نقطة في التصنيف ده ومامولد سانداونز 46 نقطة يعني الاتنين قربين جداً بعض وأعتقد كل القرى تشهد بقوة فريق سانداونز في التصنيف الثالث الهلال وفارق بشكل كبير جداً عن شباب الوزداد والتصنيف الرابع المريخ هو اللي له تاريخ في البطولة دي آخر خمس سنوات وباقي الفرق ملهاش أي تاريخ في البطولة دي آخر خمس سنوات بالتالي لو المسلماني بيدور على كور سقع بالتأكيد كان هيدور على كور تبعت تماماً عن فكرة الهلال والسودان ومولد سانداونز وأعتقد خانك التوفيق أكيد كمان مش بس فكرة تدرج الفرق من حيث المستوى أنت بتختار أفضل فريق أو أقوى فريق في كل مستوى كمان لو شفنا النتائج على مستوى النتائج آخر مواجهتين للأهل مع المريخ ومع الهلال بيحملوا نتائج سلبية كان الأهل والهلال واحد واحد في الهدف اللي سجله أفشا لو نفتكر كانت مباراة أصلاً حاسمة في صعودك ويمكن كانت عادل بشق الأنفس كان ممكن يطيح بالأهل من البطولة وأيضاً البطولة اللي فاتت إلى أهل والمريخ وتعقدت أحوالنا مع فيتا وتشابكت بسبب مباراة أيضاً المريخ إذن هنا إحنا بنتكلم يا جماعة بنرد بكل بساطة وبنوضح برضو للرأي العام اللي ليه حق طالما السؤال ده طرح أي حد عنده تشكك ويريد التحقق إحنا هنا وظفتنا إن إحنا نقول لك التحقق واحد اتنين تلاتة وده اللي كان موجود بس بعيداً بقى عن التصنافات دي أنا عايز أقول حاجة ببساطة جداً وبهدوء شديد وإنت محتاج تقعد كده تفكر دقيقة نادي الأهلي آخر بطولتين في دورة أبطال أفريقيا اللي توج بيهم قابل مين خرج ساندونز من ربع النهائي مرتين خرج الترجف نصف النهائي في البطولة اللي قابل اللي فاتت والبطولة اللي فاتت خرج الوداء غير كده في النهائي فاز على الزمالك في مباراة كبيرة جداً وفاز على كايزر تشيفز في السوبر الإفريقي كسب نهضة بركان وكسب الرجاء إذن إحنا بنتكلم تقريباً الأهلي ما سابش فريق من أقوى فرق في القارة إلا وكان متفوق عليها حتى في كاسة عاملان دي كان النادي الأهلي تخطى بالمراس يعني إذن النادي الأهلي يا جماعة ليس في حاجة أبداً أنه هو يكون في قرعة في صالحه أو مش في صالحه أنا بقول النادي الأهلي داخل أفريقيا لا يهاب يعني يهاب ولكن لا يهاب النادي الأهلي ما يخافش حد في أفريقيا ولكن على الجميع أنه هو هو اللي يعمل له ميد حساب أنا حتى يوم القرعة قلت أي فريحة يبقى معانا أنا ما عنديش مشكلة لأنه شايف النادي الأهلي فوضع مختلف بس كمان بما أننا وقفنا عنده أستاذ عادل أبو جريشا نائب رئيس المريخ كمان عندنا رئيس نادي المريخ نفسه اللي حتسمعوا منه كلام تعرفوا أن دايماً مصر والسودان بجد شعب واحد نطلع ونشوف الفيديو طبعاً أنا والدتي مصرية مولود في مصر طبعاً أنا متأكد وأعرف كده كويس وبعين عندنا جال يا ما شاء الله كبيرة جدا والدتي مصرية بيور يعني مصرية بيور مين والدتي والدتي مصرية طب باشا الله طيب دا إحنا الوالدة مصرية كمان أهلاوي أهلاوي حضرتك أهلاوي أنا كنت مرؤى أهلاوي لأهل في كل مكان طب إزاي حضرتك أهلاوي والنائب زمالكاوي تيجي إزاي دي الإحتراق الإحتراق يا كبت يعني قدينا شايفين الروح اللي موجودة وده اللي حبينا نأكد عليه فيه رأي إحنا هنا بنرد عليه بالورقة والألم زي ما عودناكم ولكن الراجل بيتكلم أنه هو بيعتبر نفسه مصري وهو فعلا نصف مصري لأن والدته مصرية أستاذ حازم مصطفى رئيس نادي المريخ وهي دي الروح اللي عايزين نحافظ عليها من كل الجوانب ولازم دايما نحط اعتبرات أن مصر والسودان علاقتهم أكبر من أي شيء حتى على المستوى والكروي وده اللي لازم نحافظ عليه وأكيد يعني رئيس النادي أهلاوي بشكل كبير جدا ولكن ده لا يمنع أن التنافس هيكون قوي جدا نتمنى طبعا لأي فريق عربي من الأشقاء السودان سواء الهلال أو المريخ يكون هو يعني المصاحب للنادي الأهلي للدور التالي وإن شاء الله النادي الأهلي يتصدر هذه المجموعة برغم صعوبة المنافسة وبشوفها منافسة كبيرة جدا لما ييجي وقتها نتكلم عنها ولكن دائما وأبدا قناة النادي الأهلي هي منبر لكل جماهير النادي الأهلي خاصة لما يكون جماهير النادي الأهلي أو أحد جماهير النادي الأهلي وأحد أعضاء الجامعية العمية بيمر بأزمة مرض والحقيقة يعني بقاله فترة طويلة جدا المهندس صلاح السقى وكان يعني في العناية المركزة ودي صورة ليه عقب مباراة نهائي دور أبطال أفريقيا 27 نوفمبر 2020 وكان في العناية المركزة وممنوع تماما من مشاهدة التلفزيون ولكن أصر إصرار شديد داخل المستشفى فجابوا له للأيباد بتاعه وقدر يتابع المباراة عبر النات وكان ساعدته بفوز النادي الأهلي كبيرة جدا هنا قدرنا أيضا أننا نقوله احنا معاك هيخضع العملية جراحية صعبة آخر الشهر ولكن كل جماهير النادي الأهلي بتدعي لحضرتك حضرتك بالتأكيد أحد أعضاء الجماعية العومية المميزين وأحد جماهير النادي الأهلي المحبين وأحنا دائما هنا في قناة النادي الأهلي بندعم كل من هو عاشق للنادي الأهلي ومتخذ من الأهلي وطنا في مجال كرة القدم المصرية يعني دايما بقول أن كابتن محمود الخطيب لما قال فكرة عائلة النادي الأهلي كان عشان ده عشان اللي احنا بنعمله ده وعشان اللي جمهور النادي الأهلي بيعمله شفت حالة من الحب شفت مظاهرة حب شفت مشاعر فعلا صدقة تجاه مشجع أهلاوي كل واحد حاس أنه هو أخوه أبوه لأنه هو ده الأهلي في النادي الأهلي فعلا أكيد كل من أول المسؤولين لحد الجمهور والله فعلا النادي الأهلي بيت لينا كلنا أستاذ صلاح السقا إن شاء الله بإذن الله تقوم بالسلامة جمهور النادي الأهلي كله بيحبك ويتمنى لك الشفاء ويتمنى من كل واحد بيشوفنا يدعيله من قلبه بالسلامة إن احنا بإذن الله بإذن الله نشوفه بخير قريب ونسمع صوته هنا في قناة النادي الأهلي وهو كويس نشوفكو بعد الفاصل وعندنا لسه حلقة فيها كلام كتير جدا أهلا بحراتكم من جديد وفقرات الأهلي خط أحمر والفقرة دي أكيد عن منتخب مصر فارس كل إيه؟ كل الأمنيات ولا صوت أعلم فوق صوت المعرك إن شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر في أمم أفريقيا بالتأكيد عندنا بعض اللغبطة عشان نكون واضحين يعني ولكن أنا اعتبره لغبطة مقبولة بما أننا في ظروف مختلفة شوية ولكن اللي كان غير مقبول هو فكرة أننا يكون عندنا مساحل 28 لعب فنسجل 25 لعب ثم نعلن عن 28 لعب ولكن نعلن على الورق فقط لغير فنتطر أننا بعد حالات كورونا في المنتخب إصابة أبو جبل طبعا بنتمنى له الشفاء وإصابة كابتن عصام الحضر المدرب حراس المرمى بنتمنى له الشفاء فتم محاولة استدعاء ثلاث لعبين فنجد أن محمد حمدي مصاب برقبته ومش هيقدر أنه يشارك في البطولة ونجد إبراهيم عادل أيضا مصاب بكورونا ويتبقى مروان حمدي مهاجم منتخب مصر ينضم القائمة ولكن يلحق به أيضا مروان آخر وهو مروان دو دو بس أبجيكشن كده أنا عايز أعترض على حاجة يعني أنا مش شايفها لغبطة مقبولة خالص وأنت دبلوماسي أوف الموضوع ده مكاليها دبلوماسي منتخب مصر بس عشان إحنا حرسين على منتخب مصر حابب بس نتكلم في حاجة جماعة بس قبل الصور إحنا دلوقتي عندنا مهمة كبيرة جدا لمنتخب مصر وأمال بتعلق على المنتخب ده في رأيي أن في حالة تخبط شديدة جدا في بعض الجزئيات وايف إيه مش مقبول أن أنت فعلا مش مقبول أن يكون عندك لعب زي إبراهيم عادل ولاعب أيضا زي محمد حمدي موجودين من ضمن اللعبة اللي أنت قلت ممكن يكونوا معاك في الثمانية وعشرين اللعبة دي راح تلعبت مع بيرامدز مباراة ضد كونغو الديمقراطية إيه اللي حصل محمد حمدي تصب وإبراهيم عادل أصيب بكورونا فالتنين ما قدرتش تضموهم أعتقد زي بقى ما كنا بنقول بجد لا صوت يعلى فوق صوت المنتخب أعتقد كان لازم الجهاز الفني والجهاز الإداري يكون أكثر حرصا على اللاعبين اللي ممكن يحتاج لاستدعاهم مرة أخرى وللأسف ده ما كانش حاصل وأعتقد دي نقطة أنا بلوم عليها المنتخب بشكل كبير جدا أو المسؤولين في المنتخب أن الأمور يا جماعة محتاجة تركيز أكتر من كده وحسنا فعل المنتخب دلوقتي زي ما عرفت أن فيه عقوبات مالية لأي حد يخالف الفقاعة الطبية وهم موجودين في الكاميرون أعتقد محتاجين نركز جمهور مصر محتاج يحس أن المنتخب عايز يعمل حاجة عشان يروح في السكة دي وعشان يصدق فعلا في المنتخب لأن الموضوع في رأيي مش سهل خالص بالعكس البطولة دي صعبة وصعبة جدا بس هو أنا عايز بس أختلف معك في حتة صغيرة هو أصلا ما كانتش يعمل حسابه أنه يجيبه الثلاثة دولة ودي مشكلة براية أسامة هو كانت حالة كده أعلنه أعلنه عن ثلاث لعبين انضموا لمنتخب مصر فتم الإعلان فقط لغير لكن هو بالتأكيد ما كانتش يعمل حسابه وده شيء صعب جدا أنا عارف أن الراجل ده جامد جدا في فكرة أو صلد جدا في فكرة التدريبات يكون معه 24 لعب وعشان عمر السلائي مصاب مش يشارك في التدريبات فأخذ لعب مكانه فأصبحه 25 ولكن عملين ناس مع الأخبار فيروس كورونا كتير جدا كل ما فيه منتخب بيصل للكاميرون يأما بيعلن من قبل يأما بيعلن داخل الكاميرون الحمد لله يعني خلينا نطمئن على البعث البعثة وصلت ناردة بسلامة الله والحمد لله مسحة كل البعثة طلعت سلبية يعني ونتمنى الشفاء أيضا لستة من الجهاز الإداري وطاقم التحليل الفني بالتأكيد أو تحليل الأداء فنتمنى لهم أيضا الشفاء منهم اللي هيقدر يلحق بإذن الله ونتمنى الجميع يلحق ولكن لغياب الكابتن عصام الحضري بالتأكيد كان لازم يتم الاستعانة بمدرب حراس مرمى وبالتأكيد أفضل حد ممكن نعتمد عليه بمدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي اللي ملوش أي مسابقات أو حاجة بس هو موجود فالكابتن طارق سليمان بيعود مرة أخرى لمحمد الشناوي ولكن هذه المرة تحت مظلة المنتخب المصري سافر طبعا الكابتن طارق سليمان مع البعث ليقود تدريبات حراس مرمى منتخب مصر فطبعا نتمنى لهم التوفيق ولكن يعني كيروش هيدفع نتمنى ألا يدفع ضريبة اللي أنا بقول عليه مقبولة أو لغبطة مقبولة وفارس شايفها لغبطة غير مقبولة لأن في النهاية هو المسؤول ومن وجهة نظرنا بمنتهى الأمانة ما حدث هو في النهاية لغبطة وما فيش تخطيط ونتمنى أن الأمر ده ما يوصلناش لمرحلة منتخب الشباب في تونس وشفنا كانت أزمة موجودة بشكل كبير جدا ويمكن في النهاية دفع ضريبتها الكابتن ربيع يسين والبعد اتهم الكابتن ربيع يسين عشان كان فيه مكان مغلق منتخب مصر القومي تمن أفراد من البعثة قبل ما يسافروا كان عندهم فيروس كورونا ولكن لن يستطيع أحد يحاسب كيروش نتمنى التوفيق لمنتخب مصر نتمنى الحرص نتمنى أن نرى مسؤولية داخل لعيب منتخب مصر لأن طول عمرنا لعيبة منتخب مصر بيكون دايما على قلب رجل واحد وبيكون دايما مرآة للشارع المصري وللمواطن المصري نتمنى ألا نرى ما حدث في آخر بطولة أمم أفريقية مش بس بتكلم على المستوى داخل أرض الملعب كمان على مستوى غرف الملابس وبعض الدعم لبعض الأشياء الخطاء اللي طبعا بالتأكيد المواطن المصري ما بيقبلهاش نتمنى يكون منتخب بيقدم نسخة تعيد إلى أزهنة منتخب كابتن حسن شحاتة إزاي كان الشعب المصري ملتف حوالين المنتخب ده ولازم تكونوا عارفين أنتم عندكم مسؤولية كبيرة جدا تعيدوا الشغف مرة أخرى لمنتخب مصر اللي بعض جماهير الأندية فقدتوا الفترة الأخيرة بسبب ضعف النتائج وبسبب تصرفات أعتقد يعني ما كانش راضي عنها الشارع المصري أعتقد ده إن شاء الله يتغير وإن شاء الله نشوف نسخة جيدة من منتخب مصر أنا بقول على فكرة عندنا العبين جيدين جدا ولكن إذا أردنا أن احنا نظهر بشكل كويس وحط تحتهم يتخط تقول لي إزاي إذا أردنا إذا أردنا إذا توفرت العزيمة وتوفرت تركيز الفني وتوفر شغل ومجهود الجهاز الفني ولكن كمان عندنا أنا حابة أقول حاجة لأنه أسامة وضحها قصة كابتن طريق سليمان والمنتخب الأولمبي حسن يا أسامة أنت وضحت القصة دي لناس كتيرة جدا شفتها كتبة ليه مش فلان ليه مش فلان طبعا كل اللي احتراموا التقدير لكابتن طريق سليمان زي ما أسامة لك يا جماعة هو مدارب المنتخب الأولمبي راح لأنه هو مش معندوش فريق بعد المداربين عندهم انتزامات مع فرق فما كانش فيه أي مبرر لأسماءها لأن الناس كتير ممكن تكون ما كانتش واخدى بقى عن كابتن طريق سليمان في المنتخب الأولمبي فكويس أنه سامو وضح لكو وحبيت بس أحكد ده السبب أنه فيش أي مدرب تاني كان موجود ولكن عندنا كمان والناس برضو معذورة أنها ما تعرفش تشكيل المنتخب الأولمبي ما شافوش ليه أي مبارئات ده حقيقي لا لا فعلا عشان كده والله حبيت أأكد لأن جاد لي سؤال كتير يعني بشكل واضح يعني ليه مش كابتن أحمد ناجي ليه مش كذا فحبينا بس نقول الناس ممكن ما تكونش واخدى بقى لأن كابتن طريق سليمان هو مدارب المنتخب الأولمبي وزي ما وسامو قالوا ما معذورين ومش تقصيره على حاجة لأن لسه المنتخب الأولمبي ما جاتلوش منافسات لكن عايزين نلعب معاكو كده جيم قبل ما نلعب الجيم بس لأن في نقطة مهمة بما نتكلم في فيروس كورونا والاحتياطات أعتقد الكاف النهاردة أعلن يعني قرارات صارمة جدا بشوفها يعني هتكون عندنا مزيد ومزيد من الحرص لأن البطولة دي ربما ربما يحول وجهتها فيروس متخيلين بطولة كاملة ممكن وجهتها تحول من منتخب لمنتخب بسبب إجراءات احترازية لم تتم الاتحاد الأفريق النهاردة قال أن أي مباراة هتتلعب حتى لو المنتخب لا يملك إلا 11 لعب فقط لغير 11 لعب من أصل الـ 28 اللي يكونوا موجودين مع كل بعثة أو 25 أو 23 حسب ما كل منتخب مسافر بعدد من اللعبين مجرد وجود 11 لعب المباراة دي هتتلعب كان الأول 15 ويشترط حارس مرمى حاليا لا يشترط حارس مرمى يعني لو أنت عندك 11 لعب سليم ما عندهمش فيروس كورونا وما فيش حارس مرمى هتبدأ تجيب من 11 لعب دول تلعب بيهم حارس مرمى شوف بقى ممكن أن نقدر الله تفكر في لاعب شوف فقط تفكر في مين بأحجازي حجازي وأنا بقول معك حجازي هو حجازي حجازي بلعمل كل حاجة بس يعني نتمنى ألا نصل لهذه المرحلة ولكن ده لازم يخلي الجهاز الإداري حريص كل الحرص والجهاز الفني على الالتزام بالفقاط نقدر بإذن الله نحقق مستوى أبعد بكتير ويمكن تتكلمنا قبل كده قولنا فقط صدرة المجموعة طيب دلوقتي بقى محتاجين نستعرض معاكو على الشاشة المجموعات ونتوقع كده معاكو المتاهلين عن كل مجموعة أنا وإسامة وكمان أفضل أربع توالد من المجموعة الأولى إسامة المجموعة إيه اللي فيها الكاميرون بوركينة فاسو إسيوبيا وكافر دي بتتوقع مين؟ الكاميرون بوركينة فاسو تمام متفق معاك الكاميرون بوركينة فاسو المجموعة الثانية بتوقع منها يا موجودة على الشاشة بتوقع منها السنغال وغنية هل بتختلف معايا في حاجة فيها؟ لا متفق معاك في دي المجموعة الثالثة؟ بالتأكيد المغرب وغانا متفقين المجموعة الرابعة نيجيريا ومصر أكيد إن شاء الله بإذن الله تأهر على المجموعة خلينا أقول مصر ونيجيريا مصر ونيجيريا إحنا ما رتبناش من حيث الأول والتاني المجموعة إي الجزائر كوتيفور الجزائر كوتيفور والمجموعة إف تونس ومالي ونأتي بقى عند الأربع فرق اللي هم أفضل الأربع توالد هنا بقى محتاجين فعلا نشوف توقعاتنا هتكون إيه بتتوقع مين أفضل أربع فرق أفضل أربع توالد هيصعدوا ويكملوا دور الستاشر كافير دي من المجموعة إيه والمجموعة سي الجابون الجابون المجموعة دي غينية بساو غينية جماعة مشتركة بتلات منتخبات وربنا قدرنا على أننا نقدر نفرق بينهم عندنا كلمة غينية غينية وغينية الاستوائية وغينية بساو فأنا بقول غينية بساو في المجموعة دي مع كافير دي والجابون وجامبيا في المجموعة إف تمام أنا أتوقع كافير دي وأيضا الجابون وبشوف أن غينية الاستوائية وليست غينية بساو ممكن تكون من أفضل توالد وكمان بشوف أن مفاجأة رغم الظهور السيء لها قريبا ما تجيش لما غينية بساو وتطلع من أفضل توالتونا أنا قلت غينية بساو أنت لغبطيني في غينية أنت استوائية لا أتوقع كمان مع غينية الاستوائية يكون موريتانيا المنتخب الذي ربما ظهر بشكل غير مردي مؤخرا في البطولة العربية ربما يظهر بشكل جيد في أمم أفريقيا توقع يمكن الأخير ده برس صندوق ولكن أنا أتمنى كمان أنه كمنتخب عربي أنا أتمنى معك لكن النتائج من وجهة نظري بطول جنبي مهمة بأن أعرف الناس بالمعايد بتاعة بكرة بداية انطلاق الافتتاح إن شاء الله عندنا 9 يناير غدا إن شاء الله الساعة 6 مباراة الكاميرون وبركينا فاسو والساعة 10 أو الساعة 9 الرأس الأخدر أو كاف فردي مع أثيوبيا من المجموعة الأولى وطبعا عارفين أن مباراة منتخب مصر الأولى هتكون يوم السلساء إن شاء الله الساعة 6 وبإذن الله تكون انطلاقة مهمة جدا منتخب مصر وفي مواجهة منتخب نيجيريا يقدر يحق الفوز إن شاء الله لأن الفوز ده هيدينا طريق استعرضناه قبل كده أسهل بكتير على الأقل هنقابل منتخب من الأربع منتخبات وفي الحالة دي لو قلنا أننا نقابل منتخب موريتانيا همشي مع فارس ونتمنى منتخب موريتانيا حكم مباراة مصر ونجيريا مين مين بكاري جسامة حكم لفتتاح مين مصطفى غربال المحبب إلى قلوب الأقلوية نحن نقف مع مصطفى غربال مصطفى غربال حيكون حكم مباراة الافتتاح بكرة وبكاري جسامة المباراة منتخب مصر نتمنى بكاري جسامة يعني يكون فيه تركيز وأعتقد اللي احنا عرفناه والمؤكد أيضا مش اللي احنا عرفناه بس إن جميع مباراة البطولة بفار هي جميع مباراة البطولة بفار وأعتقد لأول مرة في تاريخ المصر يعني هيكونوا تحت الأضواء لكن عندنا أيضا حكام مصريين يعني لابد من دعمهم ونتمنى إن شاء الله ليهم التوفيق يعني حتى لو ماكنوش موفقين داخلين يكونوا في توفيق خارجي طبعا حكم ساحة وأخيرا عاد أمين عمر بشكل كبير جدا للزهور كان فيه أحاديث وأقويل كتيرة جدا ما بين كابتن جهاد جريشة وكابتن أيصام عفتاح على حرمان أمين عمر أمين عمر متواجد حكم ساحة مع محمود البنة وحكم فار الكابتن محمود عشور يعني مقدم موسم إلى حد بعيد الموسم ده مش الموسم الماضي الموسم ده بشكل كويس نتمنى له التوفيق وحكام مساعدين محمود أبو الرجال وحسام طه كل الأمنيات بالتوفيق طبعا بالتأكيد للتحكيم المصري يقدم صورة مشرفة صورة مغيرة على اعتدنا عليها في الدوري المصري وإن شاء الله دايما داعمين لهم في المباراة الخارجية وداعمين لهم أكتر في المباراة الداخلية أنهم يصلوا بكل المباراة لعدالة على الأقل مقبولة سيما أعقب معاكم على حدثة الحكام المصريين أنا شخصيا ما عنديش تعقيب عنها أتمنى أتمنى مستواهم يعني يكون مختلف وما يكونش المردود السيء اللي قدموه في الدوري المصري ينعكس عليهم ولكن اللي عايز بقى أقوله رسالة كده قبل ما نخرج يمكن أنا كنت بس مع الفترة اللي فاتت ناس بتتكلم في النورجي ميلا النجم الكاميروني اللي ليه تاريخه تتكلم أنه لو كان بيفضل يلعب في مصر كان عيفضل يلعب في نادي الزمالك ده شأن طبعا أكيد هو حر فيه وكان استوقفني أن الناس وقفت عند ده وما قفتش عند النورجي ميلا قال تصرحات سيئة جدا سيئة جدا وكانت تستحق وقفة خصوصا أنه هو تحديدا هاجم مصر والمغرب في لقاءات في أحد القنوات الفرنسية وقال أن مصر والمغرب بيعيقوا أداء الكاف وما كانوش عايزيه البطاة تلعب وكمان قال أنه هما لو مش عجبهم أفريقيا يروحوا يلعبوا في أسيا أو أوروبا أعتقد تصرحات كانت بتحمل كثير من العنصرية من روجي ميلا كمان تصرحات بتتجاهل الحقيقة تماما منتخب مصر أو الدولة المصرية أو مصر تحديدا كانت هي اللي لها دور كبير جدا في تأسيس الاتحاد الأفريقي من 57 لو هو ما يعرفش كمان حاجة مهمة جدا مصر البطولة اللي فاتت اللي الكاميرون كان عندها مشكلة في تنظيمها هي اللي أنقذت القرى الإفريقية وأقامت واحدة من أفضل البطولات تنظيميا إن لم تكن أفضلها في رأيي ولكن في رأيي أفضل بطولة تنظيمية على الإطلاق يمكن دي مصر اللي فعلا لما لقى الاتحاد الأفريقي في أزمة هي اللي كانت بتحل فأعتقد روجي ميلا كانوا التوفيق وجنبه الصواف في تصرحات سيئة جدا نسي فيها قدر مصر ودورها الكبير جدا الكبير جدا فعلا في تاريخ الكرة الأفريقية تأكيد يا فرس والحقيقة ربما يكون روجي ميلا كان لعب كبير جدا وأسطورة كبيرة في تاريخ كرة القدم الأفريقية وعتقد الشعب المصري كان بيكنله أو ما زال بيكنله كل التأدير واحترام ولكن بالتأكيد بتطفق مع فارس أن التصرحات فيها عنصرية جدا ثم يعانوا بعد ذلك من فكرة العنصرية وبنتكلم عن إطو وما يفعله إطو والتصرحات اللي أحيانا بتنسب لإطو والتصرحات اللي بتصدر من إطو ولكن في النهاية كلنا مع الكرة الأفريقية نتمنى الكرة الأفريقية والاتحاد الأفريقي يكون مع ممثلي الكرة الأفريقية عندكم النادي الآلي ممثل في كأس العالم للأندية عن أفريقيا أتمنى تكون هذه التصرحات العنصرية والتحرقات مع الفيفا على أرض الواقع تكون بشكل قوي ونشوف أنتوا بتعملوا إيه مع ممثل أفريقيا لما يكون ممثل من شمال أفريقيا مش هايزين نروح للنبرة دي ولكن استدعانا البعض اللي تحدث عن فكرة أنه لو كان لعب كان هيلعب في نادي الزمالك ربما شاف زمالك تسعنات فيه ببعد النادي الأهلي على المشاركة في بطولة أفريقيا وكل وقت ممكن يخطف يعني مشاعر بعض اللاعبين ولكن المهم في الاستمرارية وحاليا النادي الأهلي هو زعيم أفريقيا الأول دا كان مهم جدا لأن أنا استغربت وقوف الناس عند تصريح أنا كنت هلعب فين اللي هو يعني شأن على فكرة هو تسأل كنت هتلعب كده أو كده مش هو اللي تطوع وقال فاستغربت جدا أن احنا نسيب تصريحات قالها سيئة جدا كان لازم نعقب عليها وأن الناس تقف عند تصريح هلعب فين أو ملعبش فين أتمنى تكون الرسالة واضحة وعندنا بعد الفاصل كلام كتير جدا أتمنى ما تروحوش في أي حتة وتستنونا نشوفكوا بعد الفاصل أهلا بحراتكم من جديد وفقرة ريمونتادة بالتأكيد سقطتوا فقرة ريمونتادة ولكن احنا دايما عادتنا في البرنامج هنا بنكون رد فعل يمكن البعض من جمعير النادل آلي بيزعل مننا وبيقول أنتوا ليه ما بتتناولوش قضايا أخرى فقندية أخرى زي ما بيحصل ولكن احنا سنظل دائما في النادي الآلي مجرد رد فعل لا ننظر للآخرين النادي الآلي ماشي في طريقه جتار الآلي في طريقه مهما كانت محطات مهما كانت العراقيل هنكمل في طريقنا ولكن ده مش معناه أننا هنتجاهل من يتناول النادي الآلي ويحاول يضل للجماهير بفكرة أصلحنا لينا فيه لا حضرتك ملكش فيه قضية قهربة مع النادي الآلي وأعارض كهرباء لنادي هطاية تركي شأن يخص النادي الأهلي فقط لغير مسؤوليه جهازه الفني إعلامه ونادي هطاية تركي أي نادي آخر ملوش أي دخل خالص بقضية أعارض كهرباء إذا كانت أصلا قضية لأن الموضوع عادي جدا لعب بيطلع معار وبيعود مرة أخرى إذا تقلق وإذا حاب أنه يكمل وفيه اتفاق أو مشابه بها نهائي ده في أي نادي بيحصل فمش عارف ليه التدخل على فكرة أن فيه قضية دائرة بين أحد الأندية أو نادي الزمالك تحديدا واللعب كهرباء ده ممكن تتكلم فيه لكن اللي هنسمعه في الفيديو ده مش ممكن تتكلم فيه لأنه هيكون عندنا وقفة مهمة جدا نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقب وهنا كمان اللي عايز أوصله لكم للإعلام المصري اللي في بعض إعلام المصري دي رياضي المتلون اللي في بعض الأحيان مش عايز يفكر بدماغه مش عايز يفكر بدماغه عشان يرضي ناس بعينها فمش عايز يفكر بدماغه فما تيجي أنت تخش بكل سهولة كده بكل سهولة وبعقلانيا من يقدمين كده المتعلمين اللي بيعرفوا يخشوا وكلهم متعلمين ومحترمين وبيعرفوا يخشوا على على الدول التركي وعلى الأندية وكده فدي جي تفاجأ أن النادي اللي رايح له كهرباء كل لعبته اللي متعاقد معها فري إلا لعب واحد فقط لعب واحد فقط تعاقد معا النادي بستين ألف دولار فنفاجأ بالإعلام المصري يقول أن كهرباء هيروح إعارة ست شهور بخمسمائة ألف دولار وبنية البيع بتلاتة مليون دولار خدوا بقى في نادي فقير في نادي فقير لا يمتلك أموال ومنتصف الجدول الخامس السادس السابع يعني وفي الآخر هيبقى في الآخر يعني أنا عايز الناس بجد بقى اللي بتفكر تقول إيه دخل إعلامي في قناة نادي الزمالك بفكرة عارض كهرباء لنادي تركي إيه دخله حتى في أنه يتطرق للنادي التركي إيه دخله حتى في فكرة النادي الأهلي أعلى عن كام مبدئين النادي الأهلي لم يعلن الإعلام أعلن حتى عن خمسمائة ألف دولار أعلن عن خمسة مليون دولار إيه مشكلتك في النهاية TMS بيظهر عليها الانتقال بيتم إزاي قيمة الانتقال بيتم إزاي حصل قبل كده مع لعب كان في النادي الأهلي لعب سابق وانتقل للدوري الإنجليزي ولما تم إعلان من النادي الأهلي سعر الانتقال الإعلام المنافس فضل يشكت في القصة دي لحد ما نزل السعر على TMS واكتشفوا أن هم كانوا بيقولوا كلام مو صحيح والنادي الأهلي اللي بيقول كلام صحيح النقطة الثانية وهي فكرة النادي الضعيف وأي حد يدخل يشوف هيلاقي عامل ترانسفير ماركت أو على موقع ترانسفير ماركت هيلاقي فقط لغير شاري لعب بستين ألف دولار فيه لعب بربعمائة ألف دولار مدافع نيجيري سام إدوكوشبي وفيه لعب كمان بتسعين ألف دولار وفيه كل نادي بيتبع السياسة اللي هو عايزة يعني إيه السياسة اللي هو عايزة يعني لما تيجي تقول لعب زي أيوب الكعب ده لو جاء يحترف في الدوري المصري هتدفع فيه كام وهتدي مقابل مادة قده أيوب الكعب حاليا أحد لعبي هطاي التركي اللي موجود فيه المركز الخامس في الدوري في وقت فريق زي جلتة سراي موجود في المركز العشر هو مع فنار بخشة نفس عدد النقاط 32 نقطة فبالتالي هو راح لنادي حاليا موجود في الدوري التركي بشكل قوي جدا النادي الأهلي وعارته اللاعبه ده شأن يعني النادي الأهلي فكرة أن أنت رايح لسكة كهرباء من باب قضية بين نادي الزمالك وكهرباء ده موضوع تاني تبقى تتكلم فيه لكن عارة ده شيء يخص النادي الأهلي النقطة التانية وانت بتتكلم عن فكرة إزاي كهرباء 11 مليون وياخد نص القيمة مصطفى محمد لما راح هو نفسه كابتن خالي الغندور اتكلم عن فكرة كان معروض عليك 20 مليون جنيه ورايح تاخد 400 ألف دولار و750 ألف دولار أما لو احنا حابين نتدخل وده لا يعنينا أطلاقا فيه لعيبة بتأتي من الدوري التركي لأنديا مصرية تاريخها كله فريد رانسفير والنادي المصري الوحيد اللي اشتراه اشتراه بقيمة مقابل مادي وده برضه شأن لا يعنينا فما بندخلش فيه فخليك فيما يعنيك وبعد عن نادي الأهلي ولعبه نادي الأهلي مقاسمة هو مش قصة لا يعنينا أنا معاك لك أنت في مقاييس الترانسفير أنت عندك معي أنت بتتكلم أن فكرة هاتاي سبور نادي فقير فما يعملش امتداب بالشكل ده هو قيمة هاتاي سبور كام 30 مليون يورو مقارنة نادي الزمالة قيمة السوقية حوالي 22 مليون يورو وزي مقاسمة قال أنت ضمت لعب كان عامل قبل كده 11 انتقال في ري ترانسفير وجاب مليون ونص لنادي الزمالة يورو فإذا أنت شفت أنه قيمته السوقية بالنسبة لك أنت تستدع أنك تجيبه بالسعر ده رغم أنه عامل 11 في ري ترانسفير قبل كده زي بطاية طب تعال بقى نروح لحاجة تخص كهرباء نفسه بشكل مباشر كهرباء ده جماعة اللاعب عبارة عن هستوري لما تيجي تبص للهستوري بتاع كهرباء هتلاقي لاعب كان طالع إعارة الفريق زي التحاج جده ب3.5 مليون يورو فإنت بتتكلم في فريق لاعب طالع إعارة بتاته ونص من يورو فطبيعي جدا لما يروح الدوري التركي إعارة ب500 ألف دولار ده رقم مش كبير بالنسبة له فحتى المعطيات كلها غير منطقية وغير حقيقية وتعرض لشأن داخل أهلي على فكرة إنت لو عايز تتعرض لكهرباء إنت لك حاجة واحدة بس تتعرض فيها وحقك وإحنا دي مش بتاعتنا قضيتك اللي بينك وبينه في المحكمة على انتقاله مع نادي برتغالي دي حاجة بينك وبينه فيما يخصنا إحنا إنت مش طرف ولا طرف انتقل فيه حياخد إيه ما خدش فلوس خالص طالع ببلاش مش مشكلتك طيب بما إنك إنت بس ما كتفتش بدا إنت كمان روحت الحتة كبيرة جدا إزاي بقى كهرباء ماشي بلازم أعمل مغالطة كعاتي واستغل الموقف عشان أصور إن كهرباء لما طالع من الزمالك إيه اللي حصل زي ما إنتا هتسمعه في الفيديو جماعة اللي بيشتفرج عليها دي وقت ده شيء يخصنا على فكرة كهرباء كان أحد اللعيبة المهمة اللي أحرزه مع نادي الزمالك الكونفيدرالية كهرباء عندما قاتل نادي الزمالك جالوا عرض من اتحاد جدا السعودي فلم يرفض المستشار المرتضى منصور ووافق على احترافه فسافر كهرباء بمليون ونص دولار في السنة وبعد كيه باثنين ونص مليون دولار وعاد كهرباء ليذهب هو والده عشان يلغو التعاقد مع نادي الزمالك فأكد اتحاد القورة على صحة التعاقد كهرباء وكمل الموسم وجاب بطولات ثم في نهاية الموسم اختلق مشكلة كبيرة جدا كانت يعني احنا مش صغار يعني كانت بالتوافق مع نادي آخر وحصل اللي حصل زي ما انتم عارفين وراح البرتغال مضى هناك مع اوجستو اوناسيو اللي كان بيدرب الزمالك ورجع مصر قاعد في مصر ولا بيروح تدريبات ولا بيروح النادي البرتغالي ده خالص ثم عاد الى مصر ثم انتقل للنادي الاهلي وكان الموضوع ده معروف في الاعلام من سنوات وسنوات من شهور قبليها بكتير يعني دلوقتي كهرباء فيه هنا يا جماعة كهرباء ما عندوش فرصة انه يكون لعب اساسي في كسر ربطة مش في الدوري كهرباء ما بيخشش القايمة اللي فيها عشرين لعب كهرباء ما بيتغيرش كان ايام زمان ايام نادي الزمالك كان التغيير ثلاثة دلوقتي كهرباء تغيير خمسة وما بيتغيرش ما بيتغيرش بيخرج برة العشرين اسم ده سببه ايه تفتكروا سببه ايه كهرباء هل هو نادم هل هو نادم انه هو بعد ما كان نجم مصر بقى كده انا نفسي اعرف ايه علاقة قناة فئوية واعلامي فئوي بالنلعيب حيلعب في كاسر ربطة او انه مش حيلعب في كاسر ربطة اللعب في فريق تاني في حياتي ما شفتها يعني انت لو مش عارف تميز بين حساباتك الشخصية اللي ممكن تكتب عليها اللي انت عايزه وما بين ان انت بتمثل قناة نادي منافس طالع تتكلم عن لعيب ليه بيلعب ولا ليه ما بيلعبش ونرجع نقول بص في ورقتك ده حضراتك دي ورقتنا انت هي علاقتك بيها الاهم بقى فكرة الاجتزاء اي حد يا جماعة فينا عايز يعمل مغالطة هيكتزق بمعنى ايه هتيجي الموقف لحظي كده سي لعب في الزمالك انا حتى مش عايزة اقول اسم لعب سي اللعب اكس المباراة دي او الزمالك هيطلعوا اعارة مش موفق هيعادوا مباراة بديل فتيجي في اللحظة دي تقول شوفت اللعب ده ازاي يقعد بديل طب انت بقى في السنتين اللي فاتوا دوج ليه ما قلتش كهربا فين وهو في فريقك حقق دوري عندنا خد دوري وخد كاس في فريقك حقق كنفدرالية خد اتنين دوري عبطال افراقيا وكان مشارك كلاعب اساسي قدام بيرن ميونيخ في بطولة عمر فريقك اصلا مشارك فيها يعني اللعب مشارك اساسي في بطولة كاس العامل الاندية اذا احنا بنتكلم ليه ما جناش في اللحظة دي سألنا فين كهربا مكان كهربا موجود كهربا الموسم اللي فات لعب دقاق قليلة وكان فيه مشكلة قبلها تخص الإقاف لعب 1342 دقيقة سان في كم هدف في الدوري بس في 11 هدف فليه ما قلناش كهربا دلوقتي بيخرج لظروف وارد جدا يا جماعة بتحصل في العالم كلها جوزي موريني وما كانش مقتنع ان محمد صلاح وكيفين دي برون دلوقتي ممكن يلعبوا معاه خلاص دي قناعات مدير فني والنادي الأهلي نادي المؤسسية وبيحترم ده انت كمدير فني شايف انك مش محتاج لعب في خطوة ما ده حق الأصيل للمدير فني وكلنا بنحترم وحتى اللعب نفسه محترمه يبقى اذا ايه المفهوم ان انا اجي اقول ان اللعب ده كده في اللحظة دي شفتوا تعمل معاي الموضوع مجرد اجتزاء ويخلو من المنطق تماما ويخلو حتى من ان اي حد يستوعب انت ايه قلقتك بالكلام ده هو تصويق فارس هو تصويق لفكرة ان اي لعب بيخرج من نادي الزمالك بيروح بيذهب للنادي الأهلي فهو اكيد مش هيلاقي نفس المكانة ومش هيلاقي نفس البطولات اللي كانت موجودة في نادي الزمالك ده هو بيسوق لده ده خدكم في دردية مع نادي الزمالك هو بيسوق لده وكمان بيختم الفيديو بتاعه بفكرة ان كهربا نادم هل كهربا نادم ان هو راح النادي الأهلي وان هو ما حققش مع النادي الأهلي ما حققه مع نادي الزمالك برغم ان كهربا فترة تواجده مع نادي الزمالك كانت فترة متعلقة بالأعراض وتقلقه في الأعراض كان افضل بكتير يمكن هو موسم واحد تقريبا ما كملوش حتى مع نادي الزمالك اللي كان فيه كهربا بصمة واضحة الموسم اللي كان فيه الدوري الالازل للنادي الأهلي البطولة 41 لكن سؤالك وارد جدا فعلا يكون اللاعب نادم وارد جدا احساسك يكون المراضي صادق ولو لمرة وارد طب ما تيجي نشوف كهربا وهو بيرد هو فعلا كهربا نادم ان هو جان نادي الأهلي نشوف الفيديو وانا سمع نبرة الحزن في صوتك نادمان انك سبت الزمالك نادمان كنت متقلق في المنتخب نادمان انك سبت الزمالك عمر ما ندمت على حاجة في حياتي يعني مش نادمان انك سبت الزمالك اندم بس على حاجة واحدة ايه هي ان انا سبت نادي الأهلي بس لاي ندبيتي ويعني لتصريح مهم جدا تندم لو سبت الأهلي لكن مش نادمان قبل انعزل بيك طبعا يعني مش 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 بقل من ناد الزمالك ناد الزمالك ناد كبير ويمكن بقولها كتير قوي يعني ممكن جمهور الزمالك اللي ما عرفوش ان انا طلوع من ساعة ما مشيتنا ناد الزمالك انا عمر ما صرحت التصريح واحد اتجاه النادي وحش او اتجاه الجمهور وحش خالص معاني كل يوم يعودوا يشتموا فيها ويعودوا يقولوا كلام بس هم في الأول الآخر برضو كان لهم فضل عليها كبير وانا عمري ما انقرت الدوات ودائما بقولوا بس انا عمري ما اندمت في حياتي على حاجة يعني لكن النادي ميكلوه في حياتي يعني ان انا اللي وصفت ناد الزمالك بس ما قالكش او نصحك تجي فيوتشر لا لا انا مصر صعر مصر انا دي فيوتشر طبعا نادي كبير طبعا والي احترامه بس يعني صعب بس هي ممكن انا دايما كابتن ريد السليمان قال لي كلمة قال لي ناري الاهلي ناري الاهلي ولا جنة اي نادي برا وقل لما جيتنا النادي الاهلي يمكن كابتن وليد سليمان يعني حبيبي جدا وشخصيك ويسا جدا ومعي على طول يعني فهو كان دايما يقول لي كده هنقف عند جملة كابتن وليد سليمان ولكن انا هقف عند السؤال الاول تقوله نبرد حزن في صوتك ندمان انك سيبت نادي الزمالك الدحكة رجعت لوشك عاربة زي ما حضراتكم شفتم ندمان بالزبط بيفكرني بموقف لمحمد صراح لما تسأل ايه رأيك في الاستفتاء وانت السابع اما ابتسم نفس الابتسامة سؤال غريب وانا مش شغلني الموضوع زي كهربا بالزبط وضح وقال انا هندم في حياتي في حالة وحدة فقط لغير ان انا لو سبت النادي الاهلي اعتقد اجابة واضحة وشافية برغم ان الكهربا بالتأكيد بالمشاعر دي وهو متواجد في اللحظة الحالية هو بالتأكيد مش عايز يطلع اعارة ولكن هو عارف ان الفرص مع وجود بيتس مسماني الى حد ما ممكن تكون محدودة فراجع مرة اخرى ان هو يستعيد حيويته مرة اخرى ويستعيد ذاكرة المبريات والتسجيل والتقلق ويرجع يزبط وجوده بشكل كبير جدا في الدور التركي وانا متأكد ان الكهربا هيفعل ده انا متأكد ان الكهربا هيتقلق بس انا تمنى الاعلام المصري اللي كان مصلت كل الضوء على لعب واحد في الدور المصري وهو كهربا صحة الصبح النهاردة عمل ايه وبالليل عمل ايه واللي كانوا بيقولوا انه ما ينفعش يتواجد في النادل اهلي ما يجوش بعد كده يلومه النادل اهلي ازاي تفرد في كهربا واتطلعوا اعرى ست شهور ما اللعب متألق الاعلام المصري هيتناول كهربا دائما واتمنى كهربا يحط ده امام عينيه ان دايما الاعلام المصري يتناولك انت سد ودنك واشتغل فقط لغير لكن كهربا مش ندمان ولو هيندم هيندم فقط لغير انه يسيبنا لها اجابة واضحة لكن كمان وليد سليمان هو بيتكلم ويقول نصيحة لكهربا نار الاهلي ولا جنة اي نادي اخر ويصدقها كهربا اسأل مجرب وليد سليمان عشان يدخل النادي الاهلي دخل مستشفيات قبل ما يدخل النادي الاهلي كان كل فرصة انه ينتقل النادي الاهلي يحصل عرقلة ويتم منع وليد سليمان من الانتقال النادي الاهلي لغاية لما جاله انهار عصبي فوليد سليمان لعب بدرجة مشجع وليد سليمان أنا عايز بقى كهربة يشوف تجربته مع مارتين يول مارتين يول مع وليد سليمان أول لما جاء قال له انت رقم 3 في مركزك وليد سليمان بتاريخه كله مع النادل آلي مارتين يول قال له انت رقم 3 في مركزك أعمل إيه وليد سليمان التزم الصمت مع الاجتهاد مع التدريبات حصلت إصابات غيابات مارتين يول أجبر أو اضطر أنه يعتمد على وليد سليمان مركز واحد أصبح وليد سليمان مركز واحد فدي رسالة لكهربا اطلع تقلق سد ودانك عن أي إعلام هيتناولك بشكل فيه سلبية هترجع إن شاء الله تكون أو تقدم نسخة كهربا اللي شفناها في التحق الجد السعودي النسخة الأفضل لكهربا لأنك قادر على ده فقط لغير ركز وانتبه وما تسمعش لأي حد بقول أن أنت ندمان وخليك دايما كده فيش حاجة في تاريخك الرياضي تندم عليها إلا لو سبت أنت لها بس أنا جملة كابتن وليد سليمان أنا مبارح قلت كده أن يعني ده اقتباس للتاريخ في تاريخ مهم جدا اللي تقال فيه سبع يناير كان لحظة فارقة في أن أنا أسمع واحدة من أجمل الجمل اللي تقاتي عن نادي الأهلي نار الأهلي ولا جنة أي نادي تاني لأن فعلا اللي في الأهلي وانت في أقل اللحظات فيه هو بيعادل أعلى فكرة في طموح ومرتبة وخيال أي نادي آخر وده اللي خلى كهرباء بالاتزان والهدوء النفسي ده وانت شايفه على الشاشة وعلى فكرة اتزان والهدوء نفسي فأكتر لحظة اتسأل فيها عن الفرق ما بين حالته في نادي ونادي آخر ولكن نرجع بقى لفكرة التعرض المباشر للنادي الأهلي ما كانتش بس في كهرباء أيضا شفنا أقويل كتير بتتقال إن النادي الأهلي بيفاود أحد اللاعب الزمالك النادي الأهلي ما فيش أي موقف ما فيش أي تصريح ولكن كان فجأة نفس الإعلامي خالد الغندور هو هو اللي بيستدعي النادي الأهلي إلى المشهد عشان يقول الكلام الذي ليس له أي علاقة بالواقع اللي أنت هطلعه تسمعه ده بس لأن أنا دايما بحب أتكلم فيما يقال في الإعلام المصري الرياضي قال لك إن النادي المنافس وهو النادي الأهلي من حقه إنه عند انتهاء التعاقد لأي لاعب ويصبح فيه قبل خمس ست شهور من نهاية التعاقده فمن حق النادي الأهلي أن يتفاوض معاه وإنه كمان يمضيه على عقد ويجيبه دي الكرة دي الاحتراف كلام أكثر من رأى وكلام منطقي جدا وكلام عقلاني جدا وهكذا هي كرة القدم ولكن هنا السؤال لماذا لم يتعامل الإعلام ولم يتعامل مسؤولي النادي الأهلي في ملف عبدالله السعيد بنفس ذات المنطق يعني عبدالله السعيد انتهى تعاقده وكان من حقه إنه يتعاقد مع أي نادي حاول مع النادي بتاعه النادي بتاعه حط له فلوس غير مرضية ليه وإحنا بمنعليش عن السقف وإحنا بمنعديش المبلغ دوت ورغم كده ولو انت شايف عرض أفضل لك روح مشار ملتظى منصور في ذاك الوقت الكابتن إسماعيل يوسف أمير ملتظى في ذاك الوقت عمله اجتماعه وتعاقده مع عبدالله السعيد وكان واحد في ذاك الوقت من أهم العيبة مصر ومن أهم العيبة الأهلي فتعاقده معه الدنيا قامت وما عادتش بل كمان تفنن بعض الإعلاميين في إنه هم يقولوا لا على فكرة ده مش قانوني ده حتى لو هو من حقه ويمضي في ست الشهور كان لازم يبلغوا النادي الأهلي كمان يعني بصوا جماعة إحنا معنيين دايماً بفكرة المغالطات المنطقية دي أحد أهم المغالطات المنطقية شيوعاً وهي اسمها مغالطة رجل القاش وإنك أنت بتحط على لسان أحد الأشخاص أو أحد الأندية أو أحد الكنات أين كان أحد المواقف وتبدأ تستنبت منها هو حط إيه المغالطة؟ إن النادي الأهلي راح تفاوض مع لاعب وإن الإعلام ما تكلمش وإن ده نفس حالة لعب اسمه عبدالله السعيد بس فيه عوار في رد الفعل بتاع الناس ما بين ده وما بين ده كل الكلام ده ليس له أي علاقة بالواقع لأن أصلاً ما سابتش إن النادي الأهلي تفاوض مع حد ما حصلش الملابسات بس تعالوا بقى نتكلم من ناحية القانونية أولاً في موضوع عبدالله السعيد أيوه كان فيه خلل وهو إنك أنت اللايحة بتقول في الفقرة 15 من المادة 7 عفشوين لعبين وقتها إن انت لو حتتفاوض في آخر 6 شهور من عقد لاعب العقد ممتد في آخر 6 شهور يحق لك التفاوض بشرط إختار النادي الآخر كتابية هنا بالشكل المجرد ولا وايحي هل ده حصل ما حصلش طب تعالوا بقى نتكلم في أزمة عبدالله السعيد سريعاً هي كان إيه مشكلتها بص يا جماعة عمري مشكلة النادي الأهلي ما كانت إن لعب عايز يسيب النادي الأهلي ويروح نادي تاني اللي فاهم كده أنا آسف يبقى ما عرفش حاجة عن تاريخ النادي الأهلي وأنا أعتقد اللي كان بيتكلم أكيد ما عرفش عن تاريخ النادي الأهلي بس بكلم هنا مشاهدي النادي الأهلي النادي الأهلي اللي رجع عقود والي الأباني اللي رجع عقود شيكبالة اللي رجع عقود أي منحفني بعد ما مضو مش هو اللي حيبقى عايز لعب يكمل معه وهو مش عايز يكمل النادي اللي قال للاعب زي رمضان صبحي معاك ساعة وترد علينا مش هو اللاعب اللي هيكبر اللاعب مش هو النادي اللي هيكبر اللاعب انه يكمل يبقى اذا القصة كلها ما كانش لها علاقة ان النادي الاهلي عايز اللاعب يكمل بالعافية انما ايه اللي حصل ببساطة النادي الاهلي واللاعب ده موقع مع نادي تاني كان مسؤول في النادي المنافس بيطلع على الهوى يبارك للنادي الاهلي انه هو جدد لعبدالله السعيد اذا كان ايه الهدف ان النادي الاهلي بالبساطة كده يكون شرب مقلب. الحاجة التانية كان بيجي النادي الأهلي يقعد مع كابتن عبدالعزيز عب شافي مع اللاعب ده. وكل الموضوع موجود بالأوقات والتواريخ. ويتقال له. يا ابن انت وقعت في حتة تانية. يقول لأ. وهو موقع. والصورة متغدى. كان عشان إيه الهدف الآخر. إحنا الدينالك ومفاجأة تاريخية إحنا عملنا. ويبقى مش انتصار اللاعب. إنما كمان انتصار معناوي. انت اللاعب لم يكن صادق معاك. انت حاولت اللاعب مش بس توقع معاه وتيجي تقول لنا أنا بوقع معاه. لأ حاولت تتحيل علي. فكان الفكرة إن النادي الأهلي. وقق ده فكرة إن انت تحاول تضحك علي أدبيا. وتطلع إن أنا كايني مش دريان بحاجة. وحسنا فعل النادي الأهلي. وبعدها قال اللاعب بالسلامة إحنا مش عايزينا. هي دي الفكرة. كل بقى اللي انت قلته إيه. مغلطات فمغلطات فمغلطات. عشان الناس تطلع بمقارنة موقفين. ما لهمش أي دعوة ببعض. وبرضو تعرض لشأن أهلاوي. أنا مش فاهم إيه علاقتك به. لا هو الآن من إن النادي الأهلي يكون على أو محاولات نادي الزمال اكتفشل مع أحد اللاعبين أو أحد المحترفين في التجديد. فبالتالي بيطلع بيسبق الخطوة. ويقول إزاي الإعلام ساكت. الإعلام هيتكلم. لو النادي الأهلي يتكلم. لو النادي الأهلي يحب يفوض لعب. لكن تأكد النادي الأهلي دائما بيدخل الباب دائما من أو الأندية من أبوابها. لما تكلمت قبل كده عن حرس مرمى طلعها الجيش محمد بسام في لقاءه مع كابتن أحمد شبير. بالتأكيد النادي الأهلي لم يأخذ هذه الخطوة. إلا لما استأذن الأول نادي طلعها الجيش. فيه إمكانية ولا ما فيش إمكانية. وبالتالي حاول تركز أكتر مع لعبي نادي الزمالك. هما في حاجة لتركيز منك أكبر بشكل كبير جدا من فكرة تركيزك مع النادي الأهلي. وفقط تلوم على النادي الأهلي لما يطلق أحد المسؤولين في النادي الأهلي يتحدث عن مفاوضات مع أحد لعبيك. بل العكس ولا حصل. في أزمة نادي الزمالك وفي عزة أزمة نادي الزمالك المعنوية. بعد مباراة القضية بعد مراد 27 نوفمبر 2020. ودخلنا في يناير. ولعبين كانت ممكن توقع في يناير لأي نادي آخر. وبدأ يتم طرح إعلاميا اسم النادي الأهلي. كابتن أمير توفيق دخل بتصريح تاريخي يضاهي أو يؤكد الموجود في مجلس أو نوايا مجلس إدارة النادي الأهلي. قال نصيا احنا في الحالة دي هنكون دعمين لنادي الزمالك أنه يقف على رجله. ليه؟ لأنه دي خصال وصفات المسؤولين في النادي الكبير النادي الأهلي. أنهم بيدعموا أي نادي آخر ممكن يكون مش واقف على رجله. أعتقد يعني لو أنت رجعت كده هتلاقي ردنا عليك في حاجات كتير جدا نفسي مرة تفتكر. حاجة واحدة بس أنت كان معاك حق فيها أو كان معاك منطق فيها والله ما هتلاقي. وهتلاقي كل مرة بيبقى نفس النتيجة. بس لو البعض مش هيتعلم من الأخطاء. إحنا هنا معنين بالدفاع عن حق النادي الأهلي. لأن نتعرض للآخر بدون سبب طول الوقت. بنرد لما الآخر يتعرض لنا وهو ده منهجنا. لأن النادي الأهلي مش محتاج يبص لحد ومش محتاج يشغل باله بحد. بي منهجنا بقى. إن احنا تناول لا تطاول. نطلع لفاصل وأكيد معاكو في الفقرة الجاية. وكالعادة فقرات حماسية لا ينقطع فيها حماسك بالآهلي خط أحمر. استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد وآخر فقرات برنامج الآهلي خط أحمر لهذه الليلة. نتمنى تكون ليلة سعيدة لكل جماهير. النادي الأهلي نكون أسعدناكم. ولكن بعض اللاعبين القدامة وتحديدا في النادي الأهلي في بعض الأوقات بيكون عندهم مشكلة مش عارفين أسبابها. أو ربما عارفين أسبابها. بس بيصعب علينا أن احنا نذكر أسبابها. فلما بيروحوا البرنامج معين. وكأن البرنامج ده شروط الجلوس على الكرسي. سواء كنت مقدم برنامج أو كنت ضيف. إنك تنتقد النادي الأهلي بشكل غير موضوعي. وتحاول أن أنت تكون في قدر الإمكان تروح تستغل غضب بعض الجماهير النادي الأهلي عشان تتكلم عن النادي الأهلي بشكل غير موضوعي. شيء صعب جدا. متكرر بشكل كبير جدا في أحد البرامج على أحد القنوات الفضائية. استعرضنا فقرات منه كتير جدا. وتجاهلنا الأكثر والأكثر عشان بنقول كانوا بيلعبوا بتشيرت النادي الأهلي. لكن في بعض الأوقات بتحصل لحظات على الهوى بيتناسوا. إنهم كانوا بيلعبوا بتشيرت النادي الأهلي. إحنا بنحترم كل اللعيب النادي الأهلي القدمة. ولكن دي هتكون همسة هتاب. مش زي أي أعلام آخر منافس بيكون دوره اتجاه النادي الأهلي دور سلبي بحث. ربما يعودوا إلى الطريق الصحيح. وربما يلتزموا ببعض الموضوعية. مش عايز تطول مؤدمة أكتر من كده. لأن الكابتن سامير كامونة استعرضناه قبل كده في فقرة. ولكن واضح إن الكابتن سامير كامونة ربما مصر أنه يكون معنا ضيف أكتر من مرة. خاصة وهو بيتواجد أمام الكابتن محمد فاروق. اللي دائما ضيوفه بتكون معنا في أكتر مناسبة. نطلع نشوف فيديو النهاردة للكابتن سامير كامونة. ونرجع نعقل. رأيك المسلماني إيه كابتن غدية. مسلماني؟ بص كابتن مش عارف. هتكلم بصراحة. سريعا بس كابتن بعد. بص هو مسلماني حظه حلو أنه هو ماسك الأهلي. وهو محظوظ مدرب محظوظ. ليه؟ معاتين قوي مجلس إدارة عمله سابورت جامد جدا عنده كل الإمكانيات. فبالتالي بيشتغل مع مجموعة قوية بياخد بها البطولات. تمام كده إنه هو النادي الأهلي كبير عليه. ده تحليل كبير عليه زي ما بياخد بطولات يا الله ينور عليك. تمام كده؟ ده السؤال ليه بعد إذنك؟ ماشي ما أنا ملتناكش حدا أتكلم برعب. ما أنت عملت أعطي عني بلقي. يعني المسلماني ما بيجيب بطولة. والله يا فاروق والله. كلامه بقى جوه الأودة غير كلام مجموعة. كنابل اللي بقوله على أولا. خلي بالك أرس كلمة معزوز دي صاحبوي. ممكن نسيبه الكاميرا وأي مدرب يمسك النادي الأهلي بس أقول لك على حاجة. بس في حاجة كمان. النادي المسلماني أيامه معدودة في النادي الأهلي. عيوة بدليل إن لغاية دلوقتي مجدده. حبيب النادي الأهلي نجح حاجة حاجة. وإنه قربة لغاية دلوقتي يعني. أيامه معدودة ليه؟ قولك التف. ليه؟ النادي الأهلي بيتعاقد مع مدير فني قوي جدا. خلال مش هقولك أيام ممكن بكثير أو شهر. يعني بعد البطولة للأفريقية. ممكن. مدرب كان مسك تيم قوي هنا وتيم كبير. يعني التعاقد اللي بيحصل. المدرب بيلعب كورة. بيلعب كورة. دي مهمة جدا إن لعبت النادي الأهلي يا كابت الرضا يا كابت الرضا. محتاجين يلعبوا كورة مع المكسب. يبقى مكسب وأداء. أنا بقولك دلوقتي. معلومة يعني عندك. على مسؤوليتي. مسماني. مسماني يا كابت الرضا. في خلال أيام مش هيبقى موجود مع نادة. بدليل إن لسه ما جددش مع نادة الأهلي. دلوقتي اللاجنة تخطيط إيه مع الكابتن خطير. فهنا بقى تلمر عن الكابتن خطير. هيبقى هنا فيه بقى إيه علامة استفهام. أنا بقولك فريرا جاي النادي الأهلي في خلال أيام. فريرا أنت قلت الاسم خلاص. تقولت الاسم. بقولك الاسم أنا إيه المشكلة. المشهد جميل أربع لعبين الأربعة ارتدوا تشارتي النادي الأهلي. بناكن اليوم كل تأدير واحترام. وعجبني الخلطة. إيه يا الخلطة؟ الخلطة أن أنت تيجي دايما في توقيت يكون المدير الفني هو الحلقة الأضعف عند الجماهير النادي الأهلي. وتبدأ تاخد من غضب جماهير النادي الأهلي. اتجاه موقف ما للمدير الفني. وتقوم كشف أوراقك. أيها دي اللعبة. بيتسو مسماني لما بيكون بحق دور أبطال أفريقيا 2020 على نادي الزمالك. حاش يتكلم عنه في التوقيت ده. هيبقى توقيت صعب. هنختبروا المرحلة الجاية واختباره أمام باير مونيخ الاختبار الحقيقي. فباير مونيخ اللي بيفوز بالتمانيات. فييجي يفوز 2-0. ونيل قالي حق مداليا برونزية. فلا لسه فيه اختبارات صعبة في دور أبطال أفريقيا. ده بيتعصر أمام فيتا كلاب في القاهرة. يفوز بدور أبطال أفريقيا ومعاه السوبر الأفريقي. فنأجل الضغط شوية على بيتسو مسماني عشان يفقد بطولة. فتيجي أزمة كهرباء أو إعارة كهرباء. فنبدأ نشوف غضب لجماهير الناد الأهلي. فنركب موجة الغضب. ونبدأ نتكلم عن أن بيتسو مسماني الأهلي كبير عليه. أعتقد اللي موجودين في مجلس إدارة الناد الأهلي. لما يكون على رأسهم الكابتن محمول خطيب أسطورة الملاعب المصرية في اختياره لمدير فني بالتأكيد هو قادر. لما المدير الفني ده يستمر يبقى قادر يقيم فعلا الأهل كبيرة على المدير الفني ده. ولا لجنة تخطيط قادرة كمان دخلت شركة القرى في الموضوع. كل ده وجهة نظر عما لا تركب غضب جماهير إن الله. لكن إن أنا كمان أروح أقول إن الرجل ده مش هيكمل شهر. وإن الرجل ده مش موجود. وهجيب مدير فني بريرة بيلعب كورة مع نادي قوي وتيم قوي. وطبعا كان بيدرب نادي الزمالك. وأنا بقول لك يا كابتن سمير اسأل جماهير نادي الزمالك. في الفترة دي هتلاقيها مؤمنة بفكرة مفيش مدرسة فن وهندسة. طالما أنا قادر بلعب عن المرتدات والتحولات. وبقدر أفوز. وبلعب بـ 14 لعب فقط لغير طوال الموسم. ونتيجة الضغط طوال الموسم بتحصل أزمات. لكن مش عايزين نتعرض لها. لكن هي دي طبيعة هذا البرنامج. أنا أسف جدا أنا أقول ده. طبيعة بعض الأراء اللي بتستغل غضب الجماهير وتروح للسكة دي. وكمان بنتكلم يا فارس عن مدير فني. أعتقد الإعلام وصل لدور كبير يعرف الحقيقة بعيدة عن الرباعي أو لهذا البرنامج. لا يا أسامة. للأمانة أنا مستقل. والأمانة أنا حزين جدا والله. كابتن سامير كام مونة. يعني ذكرت هدفه في كاس النغبة في الرجاء 97. من الحاجات اللي كانت بتعلق في زين الواحدة وبيقدرش ينساها. فأنا حاسس كده أن يعني ذكراتك حتى فيها جزء من أن الناس بتتعمد تشويهها جواك. زي ما قلنا كابتن محمد فاروق واضح أنه بختار ضيوفه بعناية. وعايزين نربط. كابتن سامير كام مونة طلع مؤخرا كده قال. السنة عارف أن أنا مش هشتغل في النادي الأهلي. ودي كانت جملة قالها برضو في أحد التصرحات. يبدو أنه هو عارف طريقه في المكان اللي ممكن يظهر ويشتغل فيه بنوعية معاناة من التصرحات. الرأي الفني أسامة قاله لكم. وده طبعا أوضح كمان فكرة تعمد الرأي في الوقت ده. إنما عارف لو وقفت عند الرأي الفني وإن أنا بقول رأي شايفه في حتة بعيدة جدا. وأنا قاسف أنا بالنسبة لي هم على مستوى التدريبي. ما حقاوش نجاحات. ما حقاوش بص محاولوا مع عندها ضعيفة وبرضو فشلوا. والبعض في الدرجة التانية برضو ما حقاش نجاحات. فيمكن الرأي الفني حتى لو فيه شاطط كبير قوي مش حقف عنده. وفيه عشان يكون أمناء فيه جزء من جميل نالي اللي بيردد هذا الرأي في بعض الأوقات في اللحظات اللي بيكون فيها. فإنما لو اقتصر الموضوع عند الرأي الفني يا وسامة ماشي يعني حاول حتى ده راجل طالع يتكلم فني. إنما تعمد تصدير الأزمات وفكرة بقى ده أنا حعل على رضا عبدالعال في التريند ده أنا حضرة بأخبار. فكرة النفيريرا جاي النادي الأهلي وخلال شهر. والمستوى ده أنا حسس بصدمة. يعني عيب يا جماعة والله عيب رفقا بالأهلي. أنا بقيت مكسوف إن أنا أقول بصوا أبناء الأندية التانية بيعملوا إيه. ده إحنا بنقول الإعلام المحايد. الناس اللي بتطلع عدوه إحنا مش منتمين وعملين شغلين على النادي الأهلي. وبنقول تمام. إنما كمان مجموعة كلها زي ما وسامة قال لكم ارتدت تشيرت النادي الأهلي. واصلت تقطيع وأخبار مفبركة وخلال شهر عيكون فيه مدرب. وفي إيه؟ إحنا وصلنا الكرة إزاي؟ إزاي بنشوف المشهد ده من الناس اللي عبت للنادي الأهلي يوم. وكان النادي الأهلي لها فضل عليها في يوم. قلنا لو خبر حتى رأي فني والله هنعديه. إنما كمان توقعاتي وحصرياتي وأنا جامد وفريرا جاي كمان شهر. والله العظيم أنتو مش بتخسروا الرصيد بس أنتو بتفقدوا واحترام الناس. والأسوأ واللي حيخليكوا تحسوا النعيب أكتر لما نطلع ونشوف الفيديو ده. ونشوف وكيل فريرا نفسه هو بيقول إيه؟ نطلع ونشوف الفيديو. نوع الغارز الدين ده كان مساعد فريرا. فاكرين فريرا اللي كان مسك نادي الزمالك وكسب مع نادي الزمالك بطولة الدوري. واق الغارز الدين هو مساعده دايماً في الفرق اللي بيدربك. كريم أسمعت كتير خبريات عن مسر جزوالدو فريرا أنه هو بمصر نادي الزمالك تواصل معه ونادي الزمالك تواصل معه. هي فكرة بلشت بسبتمبر كانت مع صديق اللي هو وكيد لعبين محمد فروق بمصر. وطرع الكتير خبريات بوقت كرمال جزوالدو فريرا بدو يروح على الأهله. فأنا شخصياً تواصلت مع نادي الأهله مع رسميين بنادي الأهله. وهم نأكدوا لي أنه هن ملتزمين هلأ مع بيترو ملتزمين. ولما يكونوا لأي نادي ملتزم، لن يتوقعوا لأي نادي ملتزم، لأنه لديهم ملتزمين بينهم من بينهم. ملتزم من مدرم معين فما يبصش على مدرم تانية. أكيد فهذه السطر الفرش. بس كان فيه تصال مباشر ما منك مع المسؤولين في النادي الأهل. اللي كان فيه فترة خلي بالك كان مسيماني ممكن ما يجدتش. فاسم فريرا اضطرع في مصر هند. برع على السوشال ميديا. بس مش بشكل راسمي. لا لا، وصلت الخبريات. أنا اتصلت فيه حتى متأكد من صحة هذه المواضيع. فهذه المواضيع اتأكدت أنه كانت بس على السوشال ميديا. ونادي الأهل إذا فيه عنده أي نواية. يتصلوا بنادي الأهل بجزوة فريرا. حيقوموا بشكل راسمي التصلوا فيها. خلال السوشال ميديا. هو لو أنت مركز في اللي قاله وكيل فريرا. هتبقى حاسس أنك مكسوف قوي لكابتن سامير كامونة في حتة معينة. الراجل قال جملة أنا وقفت عندها وحسيت بصدمة. وهي إيه؟ أنه قال أنت عارفين النادي الأهل كويس قوي. طالما فيه مدرب لسه فيه تعاقد معاه. النادي الأهل بيحترم عقوده. أنت متخيل الراجل الغير مصري. اللي وكيل مدرب من مصلحته أنه يكون موجود. هو اللي بيعرفنا. يعني إيه النادي الأهلي؟ أنت متخيل الصورة وصلت ليه؟ أحد أبناء النادي الأهلي واللي ارتدوا التشيرت بتاعه. هو بيش عارف قيم النادي الأهلي. وبيطلع وكيل لعبين هو اللي يكلمنا في قيم النادي الأهلي. إحنا وصلنا لكده إزاي؟ وصلنا كمان أن الراجل يقول ده أنا اتصلت بالنادي الأهلي. لما لقيت أخبار عندكو. أن فيه كلام على التعاقد مع فريرة والنادي الأهلي نفى. وكل الكلام ده على السوشيال ميديا. جمعنا الوضع اختلف. الوضع بقى أن أبناء النادي الأهلي هم اللي بيصدروا إشعاعات النادي الأهلي. والناس اللي مصلحتها إن الإشعاعات دي تتقال. هم اللي بيجوا يقولوا ده النادي الأهلي علمنا كذا. والله يا العظيم أنا مش محتاجين نعلق أكتر من أن الناس تتفرج على الفقرة دي. وتشوف هي بتعمل إيه في النادي الأهلي. والنادي الأهلي ما بقاش أنا مش عايز أقول كلمة مضادة. بقى سهل عليها قدي. خلوها بقى سهل عليها قدي. اللي أنا عجبني جدا وكيد اللاعبين هو بيدور على أي تصريحات. فنجيب شغل. أنت بتقولوا النادي الأهلي بيفود أنا موجود ما حدش كلمني. فأروح أنا أخاطب النادي الأهلي. ولكن زي ما قلت لحضراتكم دي مش أول حالة نجابها من هذا البرنامج. وزي ما قلنا أربع لعبين ارتدوا تشيرت النادي الأهلي من قبل يمكن حتى. ومحمد فروغ بيقول له سريعا رضا بعده سريعا ليه خليه تكلم. ده النادي الأهلي. ده انتقاد النادي الأهلي. تعالوا كمان نشوف استكمالا للقصة مع كابتن سامير كامونة. بيتكلم في فكرة النادي الأهلي أو رايح لسكة بيت سمو سيماني. الحلقة الأضعف في أوقات معينة. برغم أن الراجل محقف 14 رشق. أربع بطولات قرية. ستس بطولات النادي الأهلي قرية. ومدالية برونزية. بعض الأوقات بتبقى بعض المراد غير موفق فيها في التغييرات. كطبيعة أي مدير فني. بعض الجمهير تغضب يستغلوها مرة أخرى. نشوف فيديو آخر لكابتن سامير كامونة. أن المسلماني أفضل ولا كارتيرون؟ لا كارتيرون طبعا. كابتن؟ كارتيرون. كارتيرون. كارتيرون كمان عمل شكل حلو قوي مع ناد الأهلي. لو كان كامل. ده اللي أنا كنت أصده بس أنت أتعطيني فيها معلش. ماذا كابتن. إن المدير ممكن يقعد سنة و سنتين في النادي. لأنه كارتيرون عنده فكر. بس خد عنده إرتاحية وخد مساحة من الوقت في ناد الزمالك. عشان كده ناد الزمالك. هل تحرك تتكلم مع أهلي والزمالك؟ ها؟ حرك تتكلم مع أهلي والزمالك؟ أه بتكلم على الزمالك كمان دلوقتي. يعني كارتيرون كم ممكن يقعد في الزمالك لو مكسبش دولي؟ لا. مواعد. مواخص الأفريقيا وقعد. مواخص يقعد. لا. هو خسر. أنا بتكلم كمان. أنا بتكلم عن الاثنين. أنا بتكلم لما النادي الأهلي خسر مع كارتيرون أفريقيا في التراجي. مفوك كان يكمل. اتكلمته في كلام مهم جدا. وحددته أنتو عايزين إيه؟ يعني الأسئلة وإجابة واضحة جدا. يعني بس أنا يعني ليه رأي برضو لما المدير الفني يكون مركز مع الفريق خالد. بيقدم أحسن حاجة عنده. إنما هو الفترة اللي فاتت. مش مركز بي. راح كطر. راح الإمارات. راح. دي بتأثر على الفريق. وبتأثر على النواحة الزهنية. أنت مش عارض كنت قاعد ولا. وطبعا زوجته طبعا هي مديرة أعماله. ودي مشكلة كبيرة جدا. لما يكون واحدناك. مش كده؟ أكبر مشكلة. أكبر زي فيلر. يعني. وزي جزيه؟ وزي جزيه. يعني برضو ابنه. يعني دي برضو بتسبب مشكلة. أنا كابتن الكوثة دي ما بفهمهاش. والله العظيم ما بهضر. أنا كوثة دي بتديني جدا. أنا عايز كوثة ركزه معي. عشان الكابتن سامير كامونة اللقاء ده. كان قبل مباراة الأهلي والزمالك. وكان بيتكلم عن فكرة عدم تركيز بيت سمو سيماني. وأنه لازم يركز. وأنا مش حاب أتعرض لموضوع زوجته ده. لأن الناس بتاخدها موضوع صعب جدا. لأنه في النهاية موجودة في كل مكان في العالم. مدير أعماله يكون زوجته هي مديرة أعماله. وراجل بيسك فيها. وبتقدر تشوف شغلها. ففي النهاية مفيش علاقة هي بقى زوجته هي أخته هو أخوه هو ابنه. أنا بشوف إن الكلام ده ما ينفعش إن إيه نتطرق لي. لكن الكلام ده يكون قبل مباراة. الأهلي والزمالك. الانتهت خمسة ثلاثة. والغريب الغريب إن كابتن سامير كامونة يكون توقع أن الأهلي يفوز ستة. يبقى هنا لازم تقول هو في إيه. هو مين مع مين. إزاي كارترون أفضل من موسماني. وإزاي النادي الأهلي أو مدار بن الأهلي مش مركز. وإزاي بتتوقع إن الأهلي يفوز ستة. فتجد إن الأهلي بيفوز خمسة. فين؟ رايح على فين؟ ما نعرفش مع كابتن سامير كامونة. لكن كمان إن نكون رؤيته الفنية. في فكرة إن هو يستدعي كارترون. وإن كارترون مع الأهلي كان بيقدم مباراة حلوة. إنت شفتها فين ده كابتن سامير. يعني ده معنا آسف والله مع الكامل احترامي. لفريق الاتحاد. إحنا مغلوبين أربعة من الاتحاد. مع كامل احترامي لنادي سكندري كبير. وطبعا احترامي لزميلي فارس اسكندراني. ولكن اتغلبنا أربعة. كنا في مؤخرة جدول الدوري. كنا بنعاني بشكل كبير جدا. أعتقد خانك التوفيق. وأعتقد كمان لقاءتها فارس بيتسو مسماني. أمام باترس كارترون. هترد عليك بشكل كبير جدا. لأن باترس كارترون التقى. وهو مدير فن النادي الزمالك. مع بيتسو مسماني ثلاث مواجهات. الثلاث مواجهات. اتنين فوز للنادي الآلي. فوز اتنين واحد. وننقص ستة من العناصر الأسية. وفوز خمسة ثلاثة. وكان المفترض يعني نقدر من فوز أكتر من كده. ومباراة أخرى كانت في الدور الثاني. أبن براد سانداون للنادي الآلي. وتعدلنا واحد واحد. أعتقد أي حد بيشوف الصورة بالشكل ده. لا يمكن يقول كارترون أفضل من بيتسو مسماني. يعني أعتقد يا جماعة معنا فيديو تاني. بس ممكن أن أعقب على ده أهم. لأن الفكرة وصلت. كمان المفارقة في كلامه. أنه شايف يا جماعة. كارترون كان لازم يكمل في النادي الآلي. وياخد فرصة. عشان يطبق أفكاره. وأنه ما أخدش فرصة. كارترون كان إيه اللي حصل بقى. خسر مباراة الترجي. بثلاثة صفر في أسوأ. نهائي في تاريخ النادي الآلي على المستوى الفني. خرج من الفيصائي في البطولة العربية. الوصل الإماراتي. الوصل الإماراتي في البطولة العربية. وكان مباراة. أنا بنسيها من ذاكرتي النادي الآلي. حتى بعد كده مقلت الوصلة. مباراة سيئة جدا. الأسوأ بعد كده. رجح نتاج سلبية في الدوري مع المقاولين. وكان الدوري أكيد حيضيع مع كارترون لو كمت. المدرب اللي عمل كل ده مع النادي الآلي. أداء سيء. شبه بنلعب كرة تطفيش قدام فرق. حتى أعلم أننا زي حرص الحدود وغيرها. أو بنخسر بنتاج كبيرة. كان شايف أنه هو يكمل ويبني أفكاره. مسيماني اللي محقق اتنين دوري أبطال أفريقيا. واتنين سوبر أفريقيا. ومحقق كاس مصر. ومحقق تاية عامل الأندية. كان شايف أنه هو لا. ما ينفعش يكمل والراجل ده يمشي. أنتوا متخانين. الناس بتتفكر إزاي. أرجوك. أرجوك يا جمهور النادي الأهلي. عندك تحفظ على أي شيء. أو شيء فني أو بتاع. ده أنا تفهمه تماما. أنت راجل مصلحتك مصلحة النادي الأهلي. وبتشوف بعين النادي الأهلي. وبعيننا. زي ما احنا كلنا في النهاية. عايزين النادي الأهلي بأفضل حاجة. بس في نفس الوقت. أقعد خلي حد. يستغل لحظة أو اعتراض عندك. عشان يود الصورة لمقارنات. غير حقيقة بالمرة. كلها مغلطات. كلها أكاذيب. والواحد زعلان إن هي تطلع من أبناء النادي الأهلي. اللي بجد الموضوع بقى صعب جدا جدا جدا. لأن النادي الأهلي وجمهوره قدوا الناس دي كتير قوي. وردة فارس يكون الناس اللي بتتكلم. تقولك ما هو ما تخيم ليش اتنين مدربين فنيين قصاد بعض. كابتن سامير كامونة من وجهة نظره. إن سكواد نادي الزمالك أقوى من سكواد نادي الأهلي الحالي. ومع ذلك بيتسو مسماني مع السكواد اللي من وجهة نظر كابتن سامير كامونة أقل من سكواد نادي الزمالك بفوز خمسة ثلاثة. يعني إذا كان بيتسو أقل وإذا كان بيتسو مش مركز وكسب خمسة. فكويس إن هو ما كانش مركز عشان فعلا كان ربنا يستورها ساعتها يا كابتن سامير. كان ممكن النتيجة تخلي مفيش محلل في تاريخ مصر يقدر يتكلم على بيتسو. بس الاحتواء هو متعوضة إن شاء الله. ونشوفكم الحلقة الجاية وأكيد دايما معاكم في الأهلي خط أحمر كل مرة بنوعاتكم بجديد. وزي ما قلنا سلاما على من اتخذوا النادي الأهلي مع شوقا لهم. نشوفكم الحلقة الجاية.